موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أكثر من قناة ليبيا روحها الوطن عشية مؤتمر بليرمو لبحث الأزمة الليبية يسود التشكيك لدى الليبيين في إمكانية التوصل لحل ينهي معاناتهم اليومية فليبيون يرون أن سياسيهم تنقلوا بين فنادق المدن والعواصم الغربية والعربية طيلة الأعوام الأربعة الماضية وأنفقوا ملايين الدنارات والدولارات دون فائدة تذكر فصخيرات وتونس والقاهرة واستنبول وباريس ورومة وغيرها من المدن التي استضافت في الأعوام الأخيرة مؤتمرات لحل الأزمة الليبية خير مثال على ذلك بل إن تلك المدن ليست سوى وجهات سياحية للسياسيين الليبيين في نظر غالبية شعب الليبي المنهك في طوابير المصارف حد الجوع والمهانة الليبيون يؤمنون بأن الحل لا يأتي ولن يأتي من الخارج بل يجب أن يأتي من الداخل من طرابلس وبنغازي وسبها ومصراتا والزنتان ومن كل مدينة وقرية وبلدة الليبية فالمنطق يقول إن كان ثمة أمل ولو ضئيلا جدا لإنهاء الخلافات بين السياسيين الليبيين فإنهم يجب أن يجلسوا على طاولة الليبية في ليبيا عندها فقط قد نصل إلى نتيجة لا نتيجة ستتحقق في إيطاليا غدا هكذا يقول مواطنون في الشارع الليبي ومغردون ومدونون على منصاتهم الإلكترونية تماما مثلما كانت النتيجة صفرا في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية السابقة فالمؤتمر الإيطالي في نظر الكثيرين ما هو إلا للاستعراض الدولي وإظهار روما أمام شيرانها الأوروبيين بأنها صاحبة المبادرة والزمام في ليبيا هذا من دون أن نذكر أن من الليبيين ما يزال يعتبر إيطاليا المستعمر السابق الذي لا يمكن الوثوق به فأي نتيجة فعلية سيخرج بها مؤتمر باليرمو غدا وما فرص نجاحه بعد رفض المشير خليفة حفتر المشاركة فيه والمسألة الأخيرة معضلة حقيقية تواجهها إيطاليا في هذه الساعات نشرحها لكم بتفصيل أكثر في التقرير التالي لمحمد أنور من غرفة الأخبار حتى قبيل انعقاد المؤتمر بساعات قليلة تجد الحكومة الإيطالية نفسها مربكة لسبب عدم ضمانها مشاركة كافة الأطراف الرئيسية المعنية بالأزمة في ليبيا ما تسرب من معلومات وإن كانت من مصادر غير رسمية أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ربما لن يشارك في المؤتمر ولهذا تواصل روما مساعيها حتى اللحظات الأخيرة لإنجاح عقاده ومحاولة إقناع المشير حفتر بالمشاركة فيه فغياب ضرف مهم في مؤتمر يسعى لإيجاد تسوية سياسية تنتهي بانتخابات قد يكون فشلا له قبل حتى أن يبدأ أما ما تسرب كذلك عن أسباب رفض المشير حفتر حضور المؤتمر هي مشاركة الممثلين عن قطر والقاعدة وهذه المعلومات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية الإيطالية أنسا وقالت إنها نقلتها عن مصادر خاصة بها هذه التسريبات المنسوبة لقيادة الجيش دفعت النائبة في البرلمان الإيطالي في رسم فلازوتو إلى مطالبة الحكومة الإيطالية بالكشف عن وجود مشاركين بالمؤتمر لهم ارتباط بتنظيم القاعدة المشير حفتر قال أنه لن يأتي إلى باليرمو لوجود مجموعة بالقرب من تنظيم القاعدة من واجب الحكومة الإيطالية توضيح ذلك نحن بالفعل نشعر بالفضول ونطلب معرفة من هم محاورون في ليبيا تسريبات يمكن ربط جزء منها بتصريحات لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في الحكومة الإيطالية ماتيو سالفيني عندما زر قطر نهاية الشهر الماضي واعتبرت مستفزة خاصة لقيادة الجيش والبرلمان الذين يعتبران قطر ممولة لثيارات ومجموعات مسلحة ساهمت في عدم استقرار البلاد تصريحات سالفيني في تسجيل المصور من الدوحة قال فيها إن قطر سيكون لها حضور مميز في المؤتمر وبأنه اتفق مع الدوحة على كيفية تحقيق الاستقرار في ليبيا وهو ما طرح عدة تساؤلات حول دور قطر في المؤتمر بل إن البعض تساءل حينها هل بدأت الهيمنة القطرية على مؤتمر بليرمون وبعيدا عن نجاح روما أو فشلها في ضمان حضور كافة أطراف الأزمة في ليبيا للمؤتمر سيبقى السؤال ما الجديد الذي سيخرج من بليرمون حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف عضو كتلة الوفاق بمجلس الدولة بلقاسم كزيد والمحلل السياسي أيضا ولكن هذه المرة عبر مكتبنا في مدينة البيضاء خالد الترجمان ونعمل أن يكون معنا عبر مكتبنا في العاصمة طرابلس المحلل السياسي كذلك السنوسي إسماعيل أرحب الضيوف سيد بلقاسم كزيد ما موقف كتلة الوفاق بمجلس الدولة من مؤتمر بليرمون الذي تفصلنا عنه ساعات قليلة قبل انطلاقه رسميا في مدينة بليرمون إيطاليا مساء الخير جميعا الحقيقة كتلة الوفاق عبرت عن موقفها من مؤتمر بليرمون في رسالة في بيان وفي رسالة سلمتها إلى البعث قبل أسبوعين كتلة الوفاق ترى أن يجب أن لا يكون مؤتمر بليرمون بشكل أو بطريقة تغفل الحراكة الذي جرى في البرلمان ومجلس الدولة حول إعادة هيكلة الرئاسي هي ترى أن هذا المسار هو في الوقت الحالي هو المسار الكفير بتوحيد المؤسسات الدولة خاصة الحكومة والبنك المركز والمؤسسات السيادية وهو بالمناسبة هو هدف حكومة الوفاق الأساسي الذي جاءت من أجله في ديسمبر عام 2015 في الصخيرات لكنه لم تحقق الأهداف لم يتخطاها الزمن توحيد المؤسسات وتوحيد الدولة خاصة في الشرق والغرب هذه الأهداف لازالت راهنة وهي أكثر راهنية يوم منها قبل ثلاث سنوات ولذلك كتلة الوفاق ترى أن هذا المؤتمر وطالبة البعثة بذلك يجب أن يوجه الأنظار إلى إعادة تشكيل الرئاسي وإعادة توحيد مؤسسات الدولة أما الحقيقة دعم الرئاسي الذي يحكم جزء من البلد فقط كتلة الوفاق ترى أنه تكريت لحالة الانتسام والفرقة الوطنية وبالتالي يجب أن تبدل كل الجهود لدرء هذا التنفيخ وهذا الترتيم من الفرقة نعم لكن بحسب أجندات إيطاليا ودورها في ليبيا سيد بيقاسو مكزيط وكذا حسب التصريحات الإيطالية الأخيرة قبل انعقاد هذا المؤتمر والتحضيرات التي كانت تقوم بها إيطاليا حثيثا للمؤتمر برأيكم على ماذا سوف يركز هذا المؤتمر بغض النظر عن موضوع الرسالة والتوصيات المرسلة من قبل كتلة الوفاق في مجلس الدولة للبعثة الأممية هو أولا الحقيقة إيطاليا ليست من المنتصرين في الحرب العالمية الثانية وليست دولة دائمة عضوية في الأمم المستحدة أو عفوا في مجلس الأمل ولذلك هي دائما تستعين بالولايات المستحدة من أجل الدفع برأيها السياسية هكذا كان في روما 2015 كان باولو جنتيلوني وعلى يطاره جون كيري وزير أرجال الأمريكي إيطاليا كانت تعول على حضور الرئيس الأمريكي ترامب حتى يعطي دفع استثنائية لمؤتمر بليرنو لكن للأسف بالنسبة للإيطاليين طبعا هذا الأسف غاب ترامب وغاب أيضا حتى وزير الخارجية طبعه ومن حضر هو مسؤول لا أعتقد ليس رفيع المستوى في الخارجية الأمريكية لا يحضر لي اسمه لكن غاب الرئيس وغاب حتى وزير الخارجية وبالتالي فلا يوجد أي دفع أمريكي لمؤتمر بليرنو وهذا يضعف المؤتمر إلى حد بعيد في تقديري المؤتمر سيركز كما ذأبت إيطاليا إيطاليا ذأبت في تعاملها هي تتعامل مع الحكومة وتغفل تماما تقريبا مجلس النواب ومجلس الدولة في تقديري المؤتمر سيركز على دعم حكومة الوفاة بشكلها الحالي البعثة الأممية تحاول تواجه أشرعة السفينة نحو تقديم دعم أمني للتركيبات الأمنية التي حد الآن غير وضحت المعالم لكن البعثة تحاول لا أدري يكون هذا الدعم الذي سيقدم لكن البعثة تحاول الحصول على دعم للتركيبات الأمنية من الدول الحاضرة في بليرنو وأنتم تعطردون سيد بن جاسم على أن يقدم المؤتمر الدولي غدا وبعد غد أو يجدد دعمه لحكومة الوفاق ولمجلس الرئاسي بوضعه الحالي بالنسبة لنا المجلس الرئاسي جاء لسبب رئيسي وأسباب أخرى أقل أهمية السبب الرئيسي جاء لتوحيد البلد كانت هناك في 2014 حكومة حكومة إنقاذ في طرابلس وحكومة مؤقتة في البيضة الرئاسي جاء حتى تكون حكومة واحدة بدل اثنين في تقديري هذا الهدف الأساسي هناك أهداف أمنية وأهداف اقتصادية بالتأكيد لكن الهدف الكبير والهدف الأساسي هو مدام لم يتحقق هذا الهدف بالنسبة لنا كل الدعم سواء للرئاسي هذا أو غيره إذا كان هذا الرئاسي لازال مطروح على أجندته توحيد البلد ربما يكون من المقبول دعم هذا الرئاسي لكن في تقديري أنا على الأقل أنا ما ألاحظه أن المجلس الرئاسي لم يعد موجود على أجندته توحيد مؤسسات البلد وبالتالي الحقيقة دعم حكومة لطرابلس فقط بالنسبة لنا هذا مرفوض رفضا مطلقا نحن ندعم المجلس الرئاسي كائنا من كان فيه الذي يسعى حتيثا لزوحيد البلد لكن إذا كان هذا الهدف ليس على قائمة أولويات المجلس الرئاسي فنحن سنكون في صف المعارضة وليس في صف الدعم أيضا مسألة الخطاب الذي أرسلتموه للبعثة الأممية بخصوص مؤتمر بلير ما دواعي أن تقوموا ككتلة وفاق بإرسال خطاب أو بيان منفرد في مجلس الدولة بخصوص هذا المؤتمر وما قد يخرج عنه في الوقت الذي يشارك باسم مجلس الدولة مجتمعا رئيس المجلس خالد المشري لا هو الحقيقة يعني أعتقد أن المجلس مشارك بوفد واسع يعني مكتب الرئاسة أعتقد كل موجود الرئيس والنائب الأول والنائب الثاني لكن هذا لا يعني أن موقف كتلة الوفاق هو موقف المجلس يعني أنا أعتقد أن هناك فرق بين موقف المجلس المجتمع برأيكم كيف يختلف موقفكم عن موقف رئاسة مجلس الدولة المشاركة في المؤتمر؟ هو عموما المفترض ما يكونش موقف الرئاسة هو الرئاسة المفترض أن تعبر عن موقف المجلس المجتمع لكن في تقبيري الأكثر تأكيدا على فكرة توحيد المؤتسات في هذا الوقت وعدم تقديم أي دعم للرئاسي والبحث في بديله إذا كان غير قادر على ترحيد المؤتسات هذه الفكرة من يصلح بها عاليا ومن يتبناها في مجلس الدولة هو كتلة الوفاق إلى أي درجة موضوع مشاركة المشير خليفة حفتر مهمة برأيكم في مؤتمر بليرمو خصوصا وأن أخبار آخر ساعة سيد بلقسمك زيد تفيد بأن قائد الجيش المشير خليفة حفتر رفض المشاركة في هذا المؤتمر الإيطالي أنا في تخذيري يعني كل المشاركات مهمة وكل المشاركات غير مهمة الأربع الكبار إذا جزى أن نسميهم هكذا هم الحقيقة يذهبوا إلى بريس وتيذهب بعضهم أو كلهم إلى بليرمو ليس لبحث عن حل أو لنقاش المشكلة الليبية بشكل جدي هم يذهبون هناك حتى يرتخون أنفسهم كلاعبين أساسيين في القضية الليبية ولهذا يعني قبل مغادرة بريس أعتقد في يوليو الماضي في قناة فرانس 24 الجميع غسل يديهم من اللقاء هذا ما سيحصل في بليرمو حتى إذا حضروا كل لعب سيكرم نفسه طرف أساسي وأنه من الأربع الكبار في ليبيا وأنه لا غين عنه لكنه سيكفر بكل ما يقال داخل الجلسات عند مغادرته قبل وصوله إلى المطار ولهذا أعتقد أن وجودهم مهم وعدم وجودهم يعني لا أهمية كثيرة لوجودهم أو لغيابها هو المؤتمر إجمالا لن ينتج حل ربما تكون الأهمية أو عدمها بالنسبة للدور اللي يلعب أحد الأطراف لكن بالنسبة للقضية الليبية لم تتقدم سوى حضر المشير حضر أو غاب حضر السرائز أو غاب حضر عجيلة أو غاب لا أعتقد أنهم من الواضح أنكم لستم متحمسين كثيرا لهذا المؤتمر هو بصراحة أنا ما شكتش حد متحمس لأن الطليان حد الدول الكبرى الأخرى تتكلم عن ضبابية عن عدم سهم عن عدم حماس هذه حد الدول الغربية الكبرى التي تعتمد عليها إيطاليا في دعم المؤتمر والدليل عدم مشاركتها بمستوى عالي لو كانت الولايات المتحدة متحمسة لشارك الرئيسة وزير الخارجية على الأقل ولو كانت بريطانيا متحمسة لشارك مستوى رفيع أيضا لكن من الواضح أن حتى الدول الغربية متحمسة شكرا جزيلا بالقسمك زيت وعضو مجلس الدولة وعضو كتلة الوفاق بالمجلس على هذه الإجابات أتحول الآن إلى ضيوفي في التحليل السياسي من البيضة خالد الترجمان ومن طرابلس السنوسي إسماعيل سيد خالد الترجمان يتساءل كثيرون عما يمكن أن يقدمه مؤتمر بليرمو في سبيل حل أزمة ليبيا التي طال أمدها وزاد تعقيدها وفي الحقيقة يبدو أن تعقيدها يزيد كل يوم أكثر من ذي قبل سيد نبيل أكيد لا يقصى عليك لكم الهائل من اللقاءات من المؤتمرات من التجمعات حول المشكلة الليبية حول ما يمكن أن يقدم للليبيين كحل لما نعنيه لعلنا نرى المؤتمرات واللقاءات هذه من دول الطوق من الاتحاد الأوروبي من الاتحاد الأفريقي من الدول العربية المحيطة بين تونس ومصر والجزائر في لقاءات عدة على مستويات الخارجية وعلى مستويات أعلى من ذلك كذلك لقاءات بدلا من الإمارات وانتهان بباريس كل ذلك لم يؤتي بجديد أو لم يقدم للليبيين جديد ولم نتقدم خطوة واحدة حول إمكانية حل بهذا الإطار وبالتالي لا أعتقد أن بليرمو يمكن أن يكون استثناء من هذه القاعدة التي مرت بنا خلال هذه السنوات وتحديداً ما بعد انتصارات الكرامة في شرق البلاد أنا أعتقد أن بليرمو ستكون مجرد استراع تنافسي بينها وبين فرنسا كل منهم يحاول أن يكيد للآخرة ويحاول أن يتقصل على أكبر قدر ممكن من الحظوة في هذه الأجواء السراع والحروب الصغيرة التي تنشب في جنوب وغرب البلاد بين الفينة والأخرى مؤتمر بليرمو كما رأينا المشير خليفة عسكر أصبح رسمياً مقاطع لهذا اللقاء ونأعتقد أن لعب أساسي في المشهد الليبي فهو أن كان المشهد العسكري والسياسي والأمني يغيب عن هذا اللقاء لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن يكون عدم التوفيق الكامل من نصيب هذا المؤتمر بدليل محاولة اللحظة الأخيرة لريس الوزراء الإيطالي في إقناع المشير خليفة عسكر بالانضمام لهذا المؤتمر وحضور هذا المؤتمر ونأعتقد أن هذه آخر الأوراق بالنسبة لإيطاليا لإنقاذ هذا المؤتمر من الفشل الأساسي من الفشل الكبير في غياب المشير خليفة عسكر لا أعتقد أنه فيه إمكانية أساساً لأن يقال بأن هناك مخرجات لهذا المؤتمر وهناك نوع من التوافق أو الاتفاق حول قواعد قانونية جديدة لانتخابات قادمة أو دعم للبلديات ومحاولة حل حالة المشكلة الاقتصادية كما سرب بأن هاتين النقطتين هما أساس مؤتمر بلير مو بالإضافة إلى ما صرح به غسان سلامة هو نفسه بأن الذهاب إلى المؤتمر الجامع هو الأساس وأن الاتخابة ستكون ربيع 2019 كذلك تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية بأنها دائماً لخطة المبعوث الأممي والباعة الأممية في شأن الوضع في ليبيا كل هذه العوامل لا تعطيها حاجة بل بالعكد تذهب مباشرة إلى أن هذا المؤتمر لن يكسب له ذلك النجاح الذي حاولت إيطاليا التصبيق له خلال الأشهر الماضية بسلسلة من اللقاءة وسلسلة من الدعوات على مستويات الخارجية ووزير خارجية كذلك وزير الداخلية شرت إلى مسألة زيارة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إلى قائد الجيش المشير خليفة حبتر هل تأكدتم وهل تأكدت لكم هذه الأخبار بأنه فعلاً قد قدم رئيس الوزراء الإيطالي على رأس وفد على عجل مثل ما قيل وانتشرت هذه الأخبار اليوم لكن لم يصدر يعني لم تخرج من مصدر مؤكد وواضح حتى هذه اللحظة قيل بأن رئيس الوزراء قدم على عجل إلى مقر القيادة العامة في بنغازي وكان يحاول كونتي معرفة مقاطعة المشير خليفة حبتر لهذا المؤتمر وكان يحاول من خلال الزيارة إقناع المشير حبتر بالعدول عن هذا القرار هل تأكدتم من هذه الزيارة وأنها حصلت فعلاً؟ هذا الأمر منوط بالتأكيد بتصريح رسمي من القيادة العامة للقوات المسلحة ومن ناطق الرسمي للقيادة العامة للقوات المسلحة ولكن ما سرد وما وصلنا من خلال التسريبات الصحفية وغيرها أن هذه الزيارة قد حدثت وإصرار المستشير على عدم الحضور قد تم ولكن هذا الأمر بشكل رسمي وبشكل قاطع هو أمر لن يفتي فيه إلا الناطق الرسمي والقيادة العامة للقوات المسلحة بحيث تبين إن كان هذا الأمر حدث بهذه الصفة أو أن هذه مجرد إشاعات وجدت أصداء لها في بعض القنوات وبعض المواقع وبعض التصريحات المسربة ذلك الأمر لا أستطيع أن نلزم به يعني أنت لست متأكدا من حدوث الزيارة هذا ما تواصلت تواتر على دي وهذا ما وصلني بشكل خاص ولكن بشكل ذاتي هذا الأمر بالتأكيد هو لدى القيادة العامة وهي الأدرى بأن تقول فيه كلمتها سيد السنوسي إسماعيل من طرابلس أهلا بك في برنامج أكثر ماذا عنك سيد السنوسي؟ هل من الممكن أن يخرج مؤتمر بليرمو أو أن يأتي بحلول جوهرية للأزمة الليبية؟ في البداية سيد نبيل تحيي لك طيبة ولكل السبب في قناة فيه روح الوطن ولكل المشاهدين الكرام ولكل السبب في الكرام طبعا هو هذه المناسبة الدولية اللي هي مؤتمر بليرمو أعتقد أنها تأتي في سياق واضح وهو هناك في الفترة الأخيرة نوع من التوافق الدولي حول الحل المسألة الليبية وبالتالي فإنها تأتي أيضا في خلفية واضحة وفي خلفية الاتفاق السياس البيدي والتأكيد على بعض الملفات الأساسية داخل هذا الملف وهي التركيبات الأمنية والاستحاكة الصرابية والاستحقاق الدستوري المتمكن في الاستكاة على مشروع الدستور الذي عن جهزة اللهية السياسية منتخرة طبعا هذا جانب الجانب الآخر وهو أن هذا المؤتمر يتوقع منه طبعا أن يكون في حل سحم أو أن هناك يعني أمر خارج من هذا فيحصل من جراء هذا المؤتمر ولكنني أعتقد بأنه يكون دفعة قوية وفيها ضغط على الكافة الآخر والضغط في الواقع هو يعني بدأ منذ فترة على كافة الأطراف بكي تلتأم في في مسار واضح وهو حقيقة مسار الوصول إلى انتخابات تغير هذا المشهد الحالي وهذا طبعا يتطلب أمور مهمة جدا قبل ذلك منها طبعا توخيد المؤسسات وتوفيد المقدمة للجيش الليبي وأيضا إنهاء الأجسام الموازية لحكومة الوفاق وكذلك طبعا انفذان اللي هي الحكومة الوفاق بالإشراف على خطة منطاع اقتصادي للبلاد لأن طبعا ربما أغمد التوتر للحاصل للبلاد هو بسبب صراعات ناتجة عن فساد على ثروة البلاد وأيضا بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها المواطن الليبي وبالتالي فإن هذا الأمر أخذ يعني يحيز مهم جدا من اهتمام المجتمع الدولي في الفترة الأخيرة وكذلك ما يتعلق بما يروح في الأفق من محاولة المحصول المتدرس من أجل تغيير المشهر السليبي عن طريق الانتخابات وهذه الانتخابات تتكمل عن قاعدة دستورية والقاعدة دستورية طبعا أبقى لم تكون إلا استكتاء على مشروع الدستور في حالة تسوية الشعب الليبي دعا فإنها ستكون هي القاعدة الدستورية اللي هو مشروع الدستور الحالي أو سيكون هناك رفض من قبل الشعب الليبي وهذا أيضا مربع توقع وبالتالي فإنه يعود إلى الهيئة تأتيفية كفرصة أخيرة ثم يعاد من جديد طرحه على الشعب الليبي هذا أعتقد ما فيه تم يعني أنت على ما يبدو تشيد سيد السنوسي بهذا المؤتمر وتراه يمثل دفعة قوية يعني مطلوبة في هذا التوقيت ولكن بما تفسر إذن هذه الشكوك الكثيرة حول خروج هذا المؤتمر بحلول حقيقية للأزمة الليبية وهناك حالة من عدم الحماسة من قبل الكثير سواء من السياسيين أو المراقبين أو حتى عوامل لبيين لهذا المؤتمر فكيف تحلل هذه الحالة؟ والله يصدر هو طبعا تحليل هذه الحالة ربما يعود إلى أن أطراب أنا أصليها أطراب تحاول التأزيم وتحاول التوثير وتوثير الأجواء قدر من تنظيف الأجواء بحيث يكون هناك خلول دائما يعني بين الأطراف الهيبية طبعا هي في نهاية المؤتمر يضع أطراف الهيبية وهي التي تعين عليها أن تتفقها وبالتالي فإن المجتمع الدولي لا يملك إلا أن يدعم هذه الأطراف في كل ما تتفق عليه هذا طبعا جانب مهم والجانب الآخر هو يعني محاولة لنقل استباق استباق هذا المؤتمر وتوقع فشلهم هذا طبعا ربما يكون ندى البعض حالة من التشاؤم نتيجة الأوضاع السابقة ونتيجة الشهور بفشل مناسبات سابقة كباريس 1 باريس 2 وتونس 1 وتونس 2 وغيرها كل هذه حقيقة ربما تكون لها نوع يعني من التبير لمن لكن أليست هذه مبررات في محلها بمعنى آخر من الذي يجعل مؤتمر بليرمو اليوم مختلفا عن أي مؤتمر سابق اجتمعت فيه ربما ذات الأطراف الداخلية والخارجية نعم نعم هو المختلف الشيء واحد أعتقد بأنه حجوز تقارب يعني بين أعضاء المجتمع الدولي سواء المقليمي أو الدولي وملك كل وبالتالي فإن هذا هو ربما ما سيكون هناك فارق حتى ما التقارب في ماذا بالضبط سيد سنوسي نعم التقارب الدولي الذي تتحدث عنه في ماذا بالضبط والذي يحصل اليوم ولم يحصل سابقا نعم في ضرورة الدفع بالعملية الخياسية في ليبيا وتوحيد المؤسسات وكذلك يعني أصلح الأمر أيضا يتعلق بحق الشعب الليبي في الانتخابات وفي أيضا في أن يعني يكون هناك نوع عدالة في توزيع السروة لحيث تكون هناك استقرار في ليبيا طبعا ربما البعض يقول بأن المجتمع الدولي يعني من هو لكي يعني يعني هو جهة خيرية لكي يعني يعني يأتي بحق الشعب الليبي ولكن هذا طبعا واضح من خلال جراسات ومن خلال يعني موجود أطراض دولية فاعلة داخل ليبيا من كالبعث الأموية وكفارات وغير ذلك كلهم درسوا الحالة الليبية وجدوا بأن الاستقرار ليبيا في ظل أزمة قصدية خالقة في ظل عدم العجارة في توزيع الثروة النفطية وليبيا طبعا بطبعة الحال يعني تنتج يعني رقم نبأس فيه يطرح فيها أيضا وسلم سلام داخل نجس الأمن وإشارة واضحة لأن المشكلة في ليبيا بالأساس تعود إلى افتراع مريغ على الثروة وعلى النفوذ هذا كله طبعا يتطلب أن يكون هناك يعني برامج واضحة لمعالجة هذه المشاكل سيد خلد الترجمان ما رأيك في هذه الأسباب التي قدمها السيد سنوسي إسماعيل ويرى بأنها تجعل من مؤتمر بليرمو مختلفا عن المؤتمرات السابقة سبق وحددتك عن رأي في مؤتمر بليرمو لكن ما رأيك في رأي سيد سنوسي المؤتمرات والاجتماعات والتجمعات واللقاء التي تم بخصوص ليبيا وذكرت لك بوضوح بأن مؤتمر بليرمو لن يختلف عن هذه المؤتمرات على الإطلاق بل قد يكون اقترها سشلا لربما سيفكرون في شيء واحد للخروج من هذا الماذق في التعكيد على إعادة تدوير الواقع الموجود سواء كان بالنسبة للرئاسي أو النواب أو المجلس العالي للدولة وكذلك ربما سيخرجون علينا بمثأة لها علاقة بالناحية الاقتصادية من حيث فكرة إيجاد آلية لدعم البلديات حتى تقوم بتخصيص الأهباء على المواطنين الذين كما ذكرتهم يقفون صفوف طويلة في سبيل الحصول على جزء من مرتباتهم الشهرية ليقضوا بها حاجات حياتهم الأساسية إضافة إلى أن مثلت البحث عن قواعد صانونية جديدة لإنتاج انتخابات تشعيعية ورئاسية في البلاد سوف لن يتمكن من مثلا وضع مثلت الاستثار على مسودة الدسور باعتبار على مسودة الدسور هناك لغط كبير هناك ربض كبير في شرق البلاد لهذه المسودة لعيوب الأساسية فيها وخامت الكثير من النذوات والحوارات ونقات حول حيوب هذه المسودة وأن تقول سيد خلال أن هذا المؤتمر قد يكون أكثر المؤتمرات الدولية فشلا بخصوص ليبيا لكن في المقابل الضيف الآخر يرى بأن هذا المؤتمر يمثل دفع قوية للأزمة الليبية للأمام كيف تستقبل هذا التفاؤل الذي لا يبدو أنك تملك مثله بخصوص المؤتمر ما دواعي الحكم مسبقا مثل ما كان يقول ونفهم من السيد سنوسي إسماعيل على مؤتمر لم يبدأ بعد بالنسبة لي شخصيا لا أتفائل على الإطلاق لأنني منذ 2011 وأنا جزء مما يحدث على أرض الواقع وأعرف كيف تدور الأمور في هذه الأحداث وخذ مثلا ما خرج به المجلس النواب والمجلس الرئاسي قبل إعقاد المؤتمر بوقت قصير وخرجهم باستفاق بأنهم قد اتفقوا على رئيس ونائبين لحل الأزمة هل يعقل بعد هذه السنوات الطوال نقل في خلال أسبوع فقط لنقل نحن اتفقنا كمجلس نواب ومجلس الأعلى الدولة وأن هذه الرؤية وهذا هو الحل لما يجب أن يحدث هذه الدفعة ما يرى ضيف ضيفك الكريم قد تكون أمنياته أن يجد مخرج سياسي أن تتوافق هذه الدولة بحل حلة الأمور ولكن ما أرى هو اتراع إيطالي فرنسي اتراع على مصالحهم اتراع على الغاز اتراع على الجنوب اتراع على وضع قدم أقوى من الآخر في البلاد هذا ما تقوله الأحداث وهذا ما تنبئن به وهذا ما سنصل إليه وبيننا وبين نهاية هذا المؤتمر يومين سنرى كيف تقول الأمور في هذا المؤتمر ومخرجات هذا المؤتمر وما يمكن أن يقدمه للليبيين الأمر الذي سرب وهي دعم البلديات وافتمباط قواعد قانونية جديدة لإجراء انتخابات غسان سلامة قال بأن سنذهب الانتخابات في ربيع 2019 وأن المؤتمر الجامع هو الحكم هو الفيصل وهو ما سند بليه هذا المؤتمر الجامع الذي اشتغل عليه طوال أشهر مضت في شرق وغرب وجنوب البلاد ليجمع أراء الليبيين كما قال ولكن الخلاصة التي سيخرج بها هل هي فعلا ما قاله الليبيين في هذه اللقاءات وهذه التجمعات أم أنها خلاصة أخرى تتفرض على الليبيين ويقال بأن هذا ما أفرزت اللقاءات والمؤتمرات في شرق البلاد وغرب البلاد وجنوب البلاد الأمر معقد للغاية والأمر يدعو إلى الاحتراس من أن ما يحدث في الغرب ليس من أجل بالفعل حلحلة المشاكل في ليبيا وإلا ما تدعي أن يبقى السيد صديقي كبير على رأس المصرف المركز طوال هذه السنوات على الرغم من كل القرارات التي صدرت والمحاكم التي أصدرت أحكامها بشانه ثم تنديد المجلس المواب لأنفسهم وانبثاق المجلس الأعلى للدولة على غير المشروعية التي أقرتها السحرات كل ذلك يعطينا انطباع حقيقي بأن هو مجرد إعادة تدوير المشهد وإعادة تدوير نفس الوجوه السابقة لفترة أخرى لا ندري إلى مدى تمتد الأمر الواضح والحقيقي هو حقيقة في الذهاب إلى انتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية في أقرب وقت ومن خلال آليات واضحة ومن خلال السيطرة حقيقية للمسألة الأمنية والمسألة العسكرية في البلاد وأن لا تكون البلاد تحت رحمة الميليشيات ولا تحت رحمة المناطق العسكرية سيد سنوسي كيف برأيك يؤثر غياب المشير خليفة حفتر على نتائج هذا المؤتمر الإيطالي الذي يبدأ غدا وينتهي بعد غد يعني بالسرق أنه سيريد أنا أعتقد أنه ليس من أن يريد لماذا؟ لأن شخص سياسي وعسكر حفتر يعرف بأن غياب يعني التعميش ونشهد بأن هناك مؤتمرات دولية فادقا حتى قبل الاتفاق السياسي أطراف سياسية بحاجة مثلا رئيس المنطم الوطني عندما غاضع عن المشاهد بالسؤولية يعني همش وخرج من المشاهد السياسي وذلك أعتقد أن الغياب هذا يعتبر يعني السبع الشيخ ختم غياب المشير خليفة حفتر طبعا لكن أقول لك بأنه غاضع في خليفة حفتر بكل تاكير هذا يؤثر ويجعل المسألة وهي تعتبر من أهم المسائل وهي توحيد المسألة الوحيدة الجيش الجيبي وتنفيذ الاستحقاقات الواردة في خلف الجيش الليبي في اتباق السياسي خاصة في النبات الحاكمة وفي ترتيبات الأمنية وفي غيرها من النقاط المهمة التي تخص الجيش هذه كلها أعتقد بأنها تتوقف ويكون لها حقيقة لأن على الأقل نقول بأن القوات الموصفة الأسكرية التابعة للسيد خليفة حفتر ستكون رائبة عن أي استحقاقات تتوقف الوحيد الوحيد أنا أعتقد غيابه يعني غياب المشير حفتر يعني أمر مستبع جدا يعني أنت تقول بأن لن يحصل ولكن حتى وكالة الأنبال الإيطالية الرسمية وحتى الخرجية الإيطالية أكدت بأن المشير خليفة حفتر لن يشارك في مؤتمر بلير مواقيل في وكالة أنصر إيطالية بأن سبب هذا الرفض هو حضور ممثلين عن تنظيم القاعدة أو مقربين من تنظيم القاعدة وكذا ممثلين للدولة القطرية غدا في مؤتمر بلير والأمر مؤكد ليس في محل الشك سيد سنوسي ممثلين ممثلين المصاد لأنا تقول بأن هناك تسريد لإيطالي عبر شيء لم تصدر اسمها وهناك أيضا كلام يضل عن مسؤول لم ينظر اسمه أيضا إيطاليا في موقع المرتض بكل حقيقة لا تعتبر يعني أدلة على أن لكن في ظل غياب المشير حفر عن المؤتمر هل يعني بالتالي تتعثر فعلا جهود إيطاليا في التحضير وفي إقامة هذا المؤتمر التي كان مشكوك فيها ومنتقد حتى من داخل إيطاليا نفسها هو مثلا خلينا نقول لك نكون معك مثلا بفرقة تانية هو ربما الأمور التمية والأمور الأسكرية كان أدخلت لك أن تتعلق بالوحيد الليبي يكون أكيد ستتأثر بهذا الغياب لكن أعتقد أن سيد عجيلا صالح هو أصلا ريس هو هناك على قن في الموصفة في الشرق يعتبر هو القائم الأعلى القوة المسلوحة الليبية بالتالي فإن أعتقد أن كان هناك شيء ويكون هو أن سيد عجيلا هو الذي سيبد بأي شيء يتعلق بالجيش الليبي في المدخش سيد خالد الترجمان يعني يشكك السيد السنوسي إسماعيل في عدم حضور المشير خليفة حفتر وحتى وإن لم يحضر مثل ما فهمنا من السيد السنوسي إسماعيل فإن هذا يعود بالسلب على المشير نفسه وعلى القوات المسلحة وعلى يعني استبعاده من أي استحقاقات يمكن أن تخرج بها نتائج المؤتمر الإيطالي بالنسبة للسيد المشير حتى الآن حتى اللحظة هذه كل الأنباء وكل ما تواثر يقول بأن السيد المشير خليفة حفتر يرفض حضور هذا المؤتمر كذلك عدم حضور المشير لهذا المؤتمر أنا شخصيا أراه سيكون ركن أساسي من أركان فشل هذا المؤتمر بالتالي المسألة ليست المسألة العسكرية فقط المشير خليفة حفتر هو موجود على أرض الواقع العالم يعلم ما هي مدى إمكانيات وقوة المشير خليفة حفتر في المشهد السياسي والمشهد العسكري في ليبيا وبالتالي هذا لاعب أساسي في هذا المشهد غيابه مؤثر وغيابه ركن أساسي من أركان كما قلت إفشال هذا المؤتمر أما أن تتخذ خطوات عسكرية أو أمور عسكرية بمعزل عن القيادة العامة للقوة المسلعة فهذا ضربا من الخيال كما أرى حتى لو حدثت لن يكون لها أي تأثير على الواقع لا تذكرون كيف كان منذ في بداية 2014 والآن كيف أصبحت الأمور الأمور تغيرت والأمور على أرض الواقع تقول عكس كل ذلك تقول بأن هذا المؤتمر إن لم يكن أحد المشاركين فيه المشير خليفة حفتر لن يكون هناك تفاهمات حول الوضع في ليبيا ستكون التفاهمات ناقصة وغير قادرة على الإنجاز بدليل أن تفاهمات الصخيرات نحن الآن دخلنا سنة ثالثة ولم تتعدى حدود طرابلس الصغرى لا تصل حدودها إلى خارج طرابلس الكبرى حتى وبالتالي هذه المسألات يحكمها على الأرض يحكمها الواقع على الأرض يحكمها واقع الأمور في البلاد وكذلك يحكمها معرفة هذه الدول بالقدرات وبالإنكانات وبقوة لعبي المشهد السياسي في ليبيا وعلى راسي الصيادة العامة للقوة المسلحة هكذا أنا أرى الأمور وأرى بأن غياب المشير ليس تهميشا لنفتي بل هو رسالة واضحة بأنه لاعب أساسي في المشهد الليبي سواء كان المشهد العسكري سواء كانت الرغبة في الذهاب إلى انتخابات نديها وانتخابات رئيسية وقد سبقا أعلن أكثر من مرات بأنه قادر على حماية انتخابات حقيقية وقادر القوات المسلحة العربية الليبية على تأمين أي انتخابات تتجرى في ليبيا وبالتالي المسألة واضحة بأن القيادة العامة لقوات المسلحة يهمها بالدرجة الأولى هي تأمين البلاد وحماية حدودها وحماية أي استحراقات انتخابية واستحراقات في اتجاه الدولة المدنية ومن هذا المنطلق أنا أعتقد أن مثل هذا الغياب ستكون رقم من أركان إفشال هذا الموضوع من الأسباب التي ذكرت بأن المشير خليفة حفتر يرفض المشاركة في مؤتمر باليرمو بسببها هو حضور شخصيات مقربة من تنظيم القاعدة وكاذا مماثلين عن دولة قطر فيما يتعلق بشخصيات المقربة من تنظيم القاعدة هل لديكم فكرة عن ما هي هذه الشخصيات التي سوف نراها غدا في مؤتمر باليرمو ويرفض المشير حفتر أن يجلس معها على نفس الطاولة أو أن يشارك معها في مؤتمر واحد بخصوص ليبيا أولا علينا أن نعرف شيء أساسي وهو أن العديد من الشخصيات التي دعيت بأسمائها أو بأوضاعها كمجتمع مدني أو عيان أو مشايق أو سياسيين حقيقة القوائم التي سربت بغض النظر عن من أفذر أساسا عن الحضور ولكن هذه القوائم كانت مبهمة وقليلة ولم نستطع التواصل مع الكثير من هذه الأسماء التي وجدت فيها وبالتالي ربما هناك أسماء أخرى القيادة العام القوة المسلحة على اقتلاع بها وتعلم ما هي وربما نكتشفها عندما تعلم هذه الأسماء وعندما نرى هؤلاء الأشخاص الموجودين في المؤتمر ما أعلمه تماما هو الوضع في وجود وجود قطر قطر نعلم تماما دورها الأساسي في رعاية الإرهاب دورها في دعم الميليشيات المسلحة في جرسة البلاد دعمها لكل التنظيمات التي كانت تقتل وتقاتل في بنغازي وفي درنة وفي الجدابية وفي الهلال النقطي وفي سبهة وبالتالي هذا سبب رئيسي وسبب أساسي عدم الجلوس مع من كان يساند الإرهاب ويساند القتل ويساند التدمير في ليبيا على طاولة واحدة كيف يمكن أن يكون هو جزء من الحل في ناحة على ذلك هو أساس المشكلة وأساس الجزء الأكبر من الإشكال هذا من ناحية أما من ناحية الأسماء التي سرمة حقيقة لا أستطيع أن أحدد طيب لكن سيد خالد ربما ستتطلع سيد خالد مدام موقف المشير الخليفة حفتر من مشاركة من أي مشاركة قطرية دعنا نقول في هذه المؤتمرات مرفوض إذن لماذا شارك في مؤتمر باريس الذي حضره ممثل عن الدولة القطرية ويرفض اليوم مشاركة الحضور في مؤتمر باليرمو لهذا السبب لماذا لم يعترض على حضور الدولة القطرية في مؤتمر باريس مؤتمر باريس كانت له ظروفه الخاصة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لم يكن هذا الحضور أساسي وجزء من تركيب اللقاء وجزء من أليف الحوار وكدعوة رسمية أساسية للمشاركة حتى مؤتمر باريس وجه دعوة رسمية لدولة القطرية المؤتمر سيد خالد أعم الدعوات الرسمية وجهت في مؤتمر باليرمو مثل ما وجهت في مؤتمر باريس إلى قطر وإلى غيرها من الدول الكثيرة التي شاركت في مؤتمر باريس والتي تشارك اليوم هي نفسها في مؤتمر باليرمو ما الذي اختلف بين أمس واليوم في دولة قطر عند المشير خليفة حفتر الذي أعلمه تماما أن قطر لا يمكن أن يختلف دورها من باريس إلى باريس باريس إلى أنطاكيا إلى أي مكان آخر هذه الدولة تاهمت وساعدت الإرهاب مثلها مثل الإخوان المسلمين وبالتالي أنا أرى أن الموقف المشير خفتر هو السؤال ليس متعلقا بدور قطر المعروف ربما عندي كثيرين ولكن لماذا اليوم نسمع اعتراضا من المشير خليفة حفتر على مشاركة قطر في مؤتمر باليرمو وهو الذي لم يعترض على مشاركتها في مؤتمر باريس هذا هو السؤال بشكل واضح هذا الأمر أنا أحيي له إلى السيد الناطق الرسمي عليك بالفعل أن أن توجه له مثل هذا السؤال ما الذي اختلفت الأمرين وبالتالي الإجابة من المؤكد أنها تتكون واضحة ومباشرة أما إجابتي أنا كمحلل سياسي و كمتابع لشأن الليبي والوضع القطري في ليبيا أنا أرى أن قطر لن تختلف سواء كانت في تونس أو في مصر أو في باريس أو في إيطاليا أو في أي مكان قطر رأي الإرهاب قطر جزء أساسي وكبير من المشكل في ليبيا ولن تكون على الإطلاق في أي يوم من الأيام جزء من الحل في ليبيا سيد سنوسي إسماعيل ما رأيك في المقابل أيضا في الأسباب التي قيل بأن المشير خليفة حفتر أبداها في رفضه للمشاركة في هذا الاجتماع الدولي في بليرمو الإيطالية مسألة أن يعترض على مشاركة أو حضور قطر في المؤتمر وكذا اعتراض على حضور شخصيات ليبيا مقربة من تنظيم القاعدة والمتورطة في جرائم إرهاب كثيرة في حق الشعب الليبي بلقاعدة يعني يحدث الناس بما يمكن أن يقبل عقلا ومنطقا طبعا هذا أمر غير صحيح يعني لأن بعد شخصيات تبع تنظيم القاعدة تكون حاضرة في مؤتمر يمثل للأشفاء السياسية اللي بيه في واقع الأمر ولا يمثل غيرها طبعا هي الأمر المهم جدا من أفروف من الضهادي هو أن لا داعي لنا نحن حتى كمهلين سياسي الليبي أن نخود في صراعات العربية ونتمنى نحن من هذه دول العربية كلها أن تساعد الليبيين على أن يتفقوا ويتوافقوا بينهم أو أن تسحب يدها من الملف الليبي وتكون على الهياد الإيجابي على الأقل لكن بكل الأحوال نحن نتأمل خيرا أن يكون هناك تقارض في هذا المؤتمر بلما كل دول كانت عربية أو مفضوهم أوروبا أو غير أو غير المهتمة لما لفن الليبي ستكون حاضرة لمتون بانيرمو أن يكون هناك تقارض بينها بأن الحل في ليبيا هو واضح جدا يتمثل في توحيد المؤسسات الليبيية توحيد الحكومة الليبيية وتنفيذ الاتفاق السياسي أن يكون لدينا يعني لنقل جده واضح زمني إلى الوصول إلى الاندخابات وكذلك أن تكون هناك مساعدة دولية واضحة للليبيين في سبيل بناء مؤسساتهم وفي سبيل أيضا تنفيذ الخطط اللازمة لتوحيد المؤسسات الأمنية والأسكرية وما يتعلق أيضا من تركيبات الأمنية وما يتعلق أيضا لخطط الأسلحات الاقتصادية التي ينتظر منها كثير أن تغير على نقل المشهد مؤسس أن تكون دولة منتجة النفط أن يكون فيها الليبيون يقفون في طوابير المعاناة أمام المصارف وأمام محطة الوقود وخيرها من المستجمات الحياتية أن يكون حقيقة سيد نبيل نتمكن أن يكون ملينا هذه الروح نحن الليبيون طول عمرنا نتمنى نخيل لكل الدول العربية ونتمنى أن تتوافق الدول العربية وأن تتوافق مينها ولا نتدخل في جمهورها الخاصة ولا نحاول أن نكون بوق مجرد بوق أنك أنت تبعد في دولة وكذا أنا كلما ما هو صحيح كل الدول العربية حقيقة نقف منها موقف واضح وهو أننا نحن الآن في حالة ضعف في حالة تفرق في حالة شردم داخل ليبيا نتمنى أن هذه الدول العربية أن تقف معنا أن تساعدنا في سبيل أن نتوافق بيننا وأن تبعد عننا شبح تقسيم وشبح الاحتراب الداخلي وشبح إثلاف الدولة الليبية هل يكون حقيقة أمور بالذات يعني من الدور المجاورة لليبيا مصر والجزائر التي عليها مسؤوليات كبيرة جدا في هذا الإطار وهي مسؤوليات تاريخية في وقع الأمر بذلك نتمنى أخريقة أن يكون هناك حضور من الجميع وفي وفي المشيء الحبطر وكذلك أن يكون هناك يعني تفاؤل يعني على الأقل نقوله الآن بأن يكون هناك لدينا مخرجات جيدة في مؤتمر بازير وهذا المجلع ومشيء فيه لكن سيد سنوسي قيادة الجيش وكذا رئاسة البرلمان تعتبر الدولة القطرية ممولة لتيارات ومجموعات مسلحة داخل ليبيا سهمت في عدم استقرار البلد وأرقت الليبيين وما زاد الطيم بيلا هي التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني من داخل العاصمة القطرية الدوحة وكان يتحدث ويقول بأن سوف تكون هناك مشاركة مميزة من دولة قطر في هذا المؤتمر هذا ما استفز يعني كثير من الشخصيات السياسية بما فيها قيادة الجيش وربما حتى رئاسة البرلمان ووضع علامات استفهام كبيرة حول دور القطر الحقيقي في هذا المؤتمر هو يكون معك واضح لأن مثلا قطر والإمارات هي دول منخلطة في الصراع الليبي هذا أمر واضح لا يحتاج كلام ونحن كما أكرت لك لأن الآن هناك التوافق دولي بما فيه هذه الدول أيضا بهذه الوساطة ربما الأممية التي كانت خلال غسام سلامة وأيضا بسبب هذا الزخم الكبير الذي أتى بعد مؤتمر باريس وهناك تقارب كبيرة في وقع الأمر حصل في مؤتمر باريس بين هذه الدول وضينا طرف السياسي الليبي بكل أسر طبعا لم يتم تنفيذ ذلك على الأرض بأسواة هديدة ولكن نعمل خير في هذا المؤتمر أن يكون فيه تقريب أكثر من وجهات النظر فيما يخص الملف الليبي وحل هذه المشاكل في ليبيا عن طريق الليبيين أنفسهم وعن طريق جمع الليبيين على طاولة واحدة وأن تكون هناك يعني حاضلة لنقل عربية وهذا أمر يعني حقيقة إيجابي وجيد ويعني أن تكون المخلافات بين هذه الدول العربية أن تكون دائدة عن الملف الليبي يعني نحن الحقيقة في وضع لا يسمع لنا حتى أن نتكلم عن هذه المخلافات العربية العربية بينما واقع الأمر يقول بأن ليبيا في حاجة إلى بالذات كما ذكرت لك مصر ومجبائر وكذلك المحاطر والإمارات وكل الدول العربية نحن الآن في وضع حقيقة يا سيد نبيل تاريخي نفسني يعني دولة حقيقة مهددة بكثير من الأشياء بالأفلاس بالتغتين بالإرهاب بالعجلة الغير شرعية بتغيير التركيبة الديمغرافية في ليبيا يعني حدى كل أمور خطيرة جدا يا سيد نبيل ربما يعني نحن الآن يعني مهددين بها وبالتالي فإن يعني مسؤولية تاريخية على جامعة الدول العربية وعلى كيفة الدول العربية وعلى كل الدول المهتمة في ليبيا والتي لها مصالح في ليبيا طبعا منها إيطاريا منها فرنسا منها غير هذه الدول المتحدة مثلا وروسيا كل هذه الدول يعني ينبغي أن يكون بينها لنقل توفق حسب قرارات مجلس الأمن وحسب يعني الاتفاق السياسي الذي يشرف العيون المتحدة وكذلك ما يتعلق بما يدور على الأرض من المحاولات هنا وهناك لنقل لتحديد القوم الليبي أن كل حقيقة ينبغي أن تكون أن تضع في الحسبان في كافة الحضور في هذا الموثمر صواء كان المحليين أو دوليين تعني أسلك سؤال أخير أيضا للسيد خالد الترجمان السيد السنوسي إسماعيل طبعا لا يخفى على أحد التنافس المحموم بين فرنسا وإيطاليا للانفراد بحل أزمة ليبيا وهناك اتهامات متبادلة بين البلدين يعني لا تعد ولا تحصى خصوصا بعد مخرجات لقاء باريس قبل نحو ستة أشهر من اليوم برأيك كيف سوف نشهد هذا التنافس غدا كيف يمكن أن يلقي بضلاله غدا على مؤتمر بليرو جانب يعني واستطاعت أن تتواصل مع فرنسا بدبلوماسية عالية جدا واضحة ورحلت مكوكية كثيرة المشهد بيطاليين لباريس بالتالي فأنا أعتقد بأنهم أثبتوا لفرنسا بأن مؤتمر بليرو هو يعني امتداد لمؤتمر باريس وصيبني على ما تم التوافق في مؤتمر باريس ولكن كما ذكرت مع التدكين على الملسات المهمة جدا الثلاث الترتيبات الأمنية والخطرة الصادية ومشروع الاستفتاء على دستور هذه كلها أعتقد بأنها لا تتعارض مع ربما التوجه الفرنسي الأخير والذي حقيقة أثبت أنه ربما يكون إيجابي لصالح ليبيا في محاولة وفي قرار فرنسا بإعادة اكتاح سفارتها في تأكيدات فرنسا بأنها يعني ما نصحة فرنسا أصلا في أن تكون ليبيا متوترة أو تكون ليبيا يعني في ضد احتراب لأن فرنسا لها مصالح شركة توتان يعني تعتبر ربما ثاني شركة لها أعود نصف في ليبيا فأعتقد بأن هذا الأمر يعني ربما يكون من الأمور المتوقعة بأن هناك نحن لا نعلم بالتحديد ما حدث بين فرنسا وإيطاليا ولكن هكذا نحاول أن نستقر ما خلف الأكرة نقول بأن هناك التفاهم الواضح بأن هناك التفاهم فرنسا وإيطالي في هذا الصدد وهو أن الحل في ليبيا يبغي أن يكون عبر تقريب الأطراف ليبيا ودفعها لتنظيف العملية السياسية وصولا إلى الانتخابات التجريعي ورنسا أختم معك سيد خلد الترجمان بهذا التساؤل لأحد المتفاعلين معنا على رابط البث المباشر للحلقة على قناة ليبيا رحو الوطن على الفيسبوك إيمان عبدالله تقول ما فهمناش ما دخل أو ما علاقة المشير خليفة حفتر بأن يشارك في هذا المؤتمر هو قائد للجيش ومحارب للإرهاب أم هو شخصية سياسية ويريد أن يترشع للانتخابات ويحكم ليبيا وهذا التساؤل من قبل إيمان يعني يوافقها فيه يعني بعض المتفاعلين مثل محسن في نفس التعليقات فكيف تجيب إيمان على تساؤلها هذا نختم بهذا السؤال التساؤل هذا من حقها ولكن المشير خليفة حفتر أخذ على تقه تحرير البلاد من الإرهاب من الظلميين من المسلحين وتحرير البلاد كاملة غير منقوسة من كل المتمترسين بالسلاح سواء كانوا عقائدين أو ميليشيات مسلحة أو مناطقية أو جهوية هذا همه الأساسي أما مثل الانتخابات وذهابه إلى انتخابات الاسية وغيره ذلك أمر آخر وأنا من وجه نظري أو من رؤية أنا أن الرجل لا يفكر في هذا الأمر على الإطلاق هذا الرجل يريد تحرير البلاد من هذه العطابات يريد استعادة كرامة وطن يريد إعادة وطن ويريد إعادة كروات منهوبة وهذا الأساس في ذلك ويعلم العالم أن هذا الرجل مسألة مهمة ولعب رقم واحد في هذا المشهد في البلاد وبالتالي دعوته من هذا الباب ليس من الباب السياسي وهو يقول دائما وباستمرار أنه لا علاقة له بالعملية السياسية وبالألعاب السياسية على الإطلاق فقط هو وجنوده جندوا أنفسهم ووضعوا أرواحهم على أكفهم معنا ومع غيرنا من أجل تحرير الوطن واستعادته واستعادة ثرواته المنهوبة وإعادة بناء الدولة بدليل أنه دائما يذكر للجميع بأنه سيكون حامل لانتخابات برلمانية ورئاسية لم يذكر على الإطلاق أنه يطمح في حكم هذا البلاد أو يطمح أن يرشح نفسه ذلك أمر أنا لا أرى في مخيلة المشير مخيلة المشير أن يعيد وطن نقل وأن يعيد ثروات سلبة وأن يعيد للوطن كرمتي وللمواطن اللي في كرمتي وبعد ذلك لكل حاجة حديثة خالد الترجمان المحلل السياسي وأسنوسي إسماعيل المحلل السياسي شكرا جزيلا لكم سوف نتابع غدا مجريات انطلاق فعاليات مؤتمر باليرمو المؤتمر الدولي الذي تقيمه إيطاليا في جزيرة سقلية لعاصمتها باليرمو بخصوص حل الأزمة الليبية والتفاهمات التي يمكن أن يخرج بها المؤتمر والمخرجات التي يمكن فعلا أن يعلن عنها يوم ثلاثاء بعد غد باعتبار أن المؤتمر ينظم على مدى يومين الاثنين وثلاثاء فصل قصير نذهب إلى موضوع آخر داخل ليبيا متعلق بشريحة واسعة من الموظفين نتابع بعد هذا الفاصل أهلا بكم من جديد في برنامج أكثر نظمت وقفات احتجاجية في عدد من الجامعات الليبية اليوم الأحد احتج فيها موظفون جامعات على عدم زيادة رواتبهم مثل باقي موظفي القطاعات الإدارية في ليبيا كما طالبوا بتوفير التأمين الصحي لهم في طرابلس خرج موظفو الجامعة حاملين لفتات تفسع عن أهم طالبهم وشعاراتهم الاحتجاجية كما ألقوا بيانا بالخصوص لوحوا فيه بإضراب عام في حال لم يحقق مجلس النواب وكذا المجلس الرئاسي مطالبهم برنامج أكثر حضر الاحتجاج أدعوكم لمتابعة هذا البيان للمحتجين بيان نقابة موظفي جامعة طرابلس نحن موظفي جامعة طرابلس وإذ نقوم اليوم بوقف احتجاجية سببها التجاهل والتهميش المتعمد من قبل لجنة التعليم بمجلس النواب والمجلس الرئاسي والحكومات بمختلف مسامياتها لمطالب الموظفين وحقوقهم التي ضمنتها لهم اللوايح والقوانين ومن أبرزها المادة 84 من قانون 18 لسنة 2010 ميلادي والتي تنص على زيادة المرتبات وتفعيل قانون التأمين الصحي مما ترتب عليه التهميش الواضح لهذه الشريحة وعدم مساواتها بباقي موظفي الأجهزة الإدارية الأخرى عليه نؤكد على الآتي واحد استياءنا الكبير من الطريقة التي تتعامل بها لجنة التعليم لمجلس النواب مع موظفي الجامعات الليبية على حد سواء هذه الطريقة المتمثلة في تهميش مطالب عدم اعتماد جدو المرتبات الخاص بموظفي الجامعات الليبية الذي تم تسليمه إلى لجنة التعليم بمجلس النواب وتنفيذ المادة 84 من القانون 18 لسنة 2010 ميلادي ولقد أعطيناكم الوقت الكافي لتنفيذ هذه المطالب اثنين المطالبة بتفعيل قانون التأمين الصحي العام رقم 20 لسنة 2010 هذا القانون الذي وقعت اتفاقية لتنفيذه بين وزارة التعليم وصندوق التأمين العام بتاريخ 2021 2018 ميلادي في حال عدم الاستجابة للمطالب المذكورة خلال هذه الفترة فإن جميع موظفي الجامعة الترابلس يعلنون أسفهم بدخولهم في إضراب عام وشامل اعتبارا من تاريخ يوم التلتاء 13-11-2018 ميلادي حافظ الله ليبيا نقابة موظفي جامعة ترابلس صدر في جامعة ترابلس بتاريخ 11-11-2018 ميلادي ونتابع الآن أعزائي المشاهدين بيان مماثل لموظفي جامعة سرط نتابع ماذا قالوا فيه بسم الله الرحمن الرحيم بيان موظفي جامعة سرط الصادر يوم الأحد الموافقة 11-11-2018 نقف اليوم نحن موظفي جامعة سرط بكامل شرائحنا الإدارية وقفة احتشاجية لعلها تجد أذانا صاغية من مسؤولين تحكمهم السلبية وعدم الأحساس بالمسؤولية في ظل غلاء المعيشة وندرة السيولة وتردي قيمة الدينار وارتفاع تكاليف العلاج وهو ما بخسنا جهدنا وجعلنا كعمال سخرة وأجهز حقنا في العيش حياة كريمة فقد تقرر المطالبة بحقوق الموظفين في اجتماع النقابة العامة للموظفين الصادر في سرط بتاريخ 5-11-2018 ونتج عنه المطالبة بالحقوق الآتية واحد الاصراع في اعتماد جدول المرتبات لموظفين الجامعات المقدم من قبل النقابة العامة تفعيل اثنين التفعيل تأمين الصحي الصادر بالقانون رقم 20-3-2018 اسوة بالقطاعات الأخرى تلاتة الحقوق المشار إليها أنفا حقوق مكتسبة ولا تسقط بالتقادم فقد نص عليها القانون واللوائع وتعتبر هذه الوقفة بداية ونمنح المسؤولين فرصة أخيرة ونقول لهم بكل مرارة بأننا سنوفى ندعو إلى أسيان مدني سلمي مفتوح إلى حين تلبية كامل حقوقنا والسلام عليكم ورحمة الله صادر في سرط 11-11-2018 موظفين جامعة سرط حول هذا الموضوع نرحب ضيوفنا من مكتبنا في ترابلس عصام عويدات رئيس نقابة موظفي الجامعات والمعاهد الليبية معنا عبر الهاتف نقيب موظفي جامعة بنغازي طاهر أدرسي ونقيب موظفي جامعة سبهة أحميدة إعلي ونعمل أن يكون معنا في الحقيقة ضيوف آخرين خصوصا من لجنة التعليم في مجلس النواب للتعليق على هذا الموضوع ورحب الجميع سيد عصام عويدات من ترابلس لو تضعنا في صورة الأوضاع التي تحتجون عليها اللي وقفتم احتجاجا عليها اليوم أصدرتم البيان الذي عرضنا ضعنا في صورة الأوضاع المعيشية والوظيفية اللي دفعتكم اليوم للاحتجاج بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الأوضاع المعيشية في البلد كنا عايشين في البلد كنا عايشين في ليبيا نعرف غلال معيشة كنا نعرف غلال أسعار كنا نعرف الوضع المتردي وسعر الدينار وسقوط سعر الدينار الذي أثر على انتجير موظفين الجامعات والمعاهد الليبي موظفين الجامعة والمعاهد الليبي القاطبة اجتمعوا اجتماعات عدة وطالبوا بإيجاد حل في جميع مراحل وفي جميع مشاكله التربوية والتدريبية والتعليمية والمالية أيضا ولكن لم نجد أداة صاغية سواء من مؤتمر الوطن العام سواء من مجلس وسواء من حكومات المتعاقبة إلى هذه اللحظة مما اضطرنا ونحن كلنا أسف نعم من أقصري لهذه المرحلة طيب أصف لنا هذه المرحلة التي تتأسف للوصول إليها ما أستاذ نبيل أنت كلك أنت شخصية يجب أن يدخل الوطن عارف خلال معيشها عارف عارف الدولار كم يلعب في ليبيا عارف الأسعار ليبيا أكثر تساوي أنا لا أقصد الظروف بشكل عام وإنما أسأل عن المرحلة التي وصلتكم التي وصلتكم فيها إلى الاحتجاج وكذا التلويح بإضراب عام يعني طوال الفترة الماضية كيف تدرج الأمر لديكم حتى وصل أو قد يصل إلى الأضراب العام في كل الجامعات ويصحة نفردني عليك التواريخ بالتحديد الساد نظير وليك لجميع الساد المشاهدين ولأبنائنا الطلب ولأبانا ولجميع أمهاتنا الذين ينتظرون أن يتم تخرج أبنائهم من الجامعات في سنة 2010 بالتحديد 28 يناير 2010 قام المؤتمر الشعب العام عن ذاك بيصدار قانون رقم 15 بشأن التعالي في سنة 2010 وخصوصا المادة 84 وقامة اللجنة الشعبية العام عن ذاك بيصدار لايحة أخص بعض الشرايح من التعليم باستثنت باقي الشرايح المادة 84 ونصف بالتحديد تنتظيم اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض النجاة الشعبية العامة للتعليم والباحة العامية أوضاع العامية من غير أعضائي من الموظفين والإدارين والمالين والفنيين معامل والتبرات والورش وغير لذلك مما تلزم مجددهم العملية التعليمية من حيث قواعد تعيينها ووضاعهم المالي ورفع كافاتهم شؤونهم الإدارية والمالية ولكن هذه المادة يصدر بحقها أي لايحة وأي قانون عادة بيتبطار له لايحة إلا المادة الوحيدة هذه بيتبطار لها أي لايحة إلى الآن نعم موظفي جامعة ترابلس وبعد ذلك جامعة سرط هل يسري هذا الاحتجاج حتى في جامعة بنغازي هل يشمل هذا الاحتجاج جميع الجامعات في ليبيا جميع الموظفيين الجامعات يحتاجون مع بعضهم البعض أم هناك اختلافات أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا هذا الاحتجاج يشمل جميع الموظفيين في الجامعات الليبية نحن ننتمي إلى النقاب العام الموظفي جامعات الليبية التي بسست في تاريخ 1-1 2018 هذا الاحتجاج كان كان تحميش الموظفي في الجامعات الليبية يعني نحن لدينا قوانين لدينا قرارات لدينا قرار رسمية 41 هذا القرار لم يفعل لم ينفذ لم ينفذ لم ينفذ هذا القرار صدد في شهر 10 في 2013 لأن ينفذ في 1-1 2018 وهي زيادة الموظفين للدولة في نفذ الهجمية في بعض الموظفات ولم يفعل في الجامعات الليبية بالإضافة إلى لدينا قانون العمل المدى 30 كثلت القانون الضبي بالإضافة إلى القانون 15 المدى الضواطنين اللي أكدت عليه وجود لائحة خصة الموظفين جمعات التالي من العالم هذه القوانين كلها لم تنفذ بينما هناك مؤسسات القرى لفذت قرارات لائحات خاصة بها ستقع جد المرصد نحن لم لم يلسف إلينا من يتحمل مسؤولية عدم تنفيذ هذه القرارات رغم صدورها قبل سنوات في الحقيقة لأن نتحدث عام شهر أو اثنين هنا كنت أسألك تحملون مسؤولية عدم تنفيذ هذه القرارات سوى زيادة الرواتب أو حتى التأمين للطبي طول هذا الوقت خصوصا وأنكم تتحدثون عن قرارات قبل خمسة أعوام من اليوم نعم نعم فيه مرسلات في مرسلات من المقابل العام من النقابات الفرعية مثل نقابة جامعة التنغازي خاطبة رزير التالي في المادة 14-800 وهي تتتكلم عليها علي لكن هو المسؤول الأول والأخير هو نعم التشريع التولى الدرما كان من المفهود إذا لم يقضع جدوى المرتبات يكون هناك عجلة اجتماعية في توحيد هذه المرتبات العلمة التورية كان المفهود يكون جدوى المرتبات موحد حتى تتساول معيشة بين الواطنين السبين أما ان ترفع الواحد إلى 15-000 واحد مزيد يخص خمسين دينار فشوك المفارقة يعني كم فالدام مفارقة عشرين أو ثلاثين وعن المرتب الياخ في المرضة الجمعات الليبية وانا نتكلمش عن المرضة الجمعات الليبية فقط حتى المرضبقين للناس الأخرى لمرتبات المتدونية مطلوب يكون المهم لائحة تطع جدو مرتبات أو يكون هناك جدو المرتبات موحد فتكون هناك ميزة لبعض الشرائح في الدولة نحن نعرف أن هناك الناس يتعاملون مع الصف الصحي مع الثمامة مع المعامل فتكون لعم ميزة لكن يكون جدو المرتبات موحد على مستوى ليبيا لكن البرلمان بدأ عمله كسلطة تشريعية في البلد سيد طاهر في 4 أغسطس عام 2014 وأنتم نتحدثون عن قرارات تطالبون بتنفيذها تعود إلى مقبل هذا التاريخ أو مقبل هذا العام فهل يحمل هنا البرلمان وحده المسؤولية على الأقل عند صدور القرارات أم أيضا المؤتمر الوطني وقتها الذي كان يعتبر سلطة تشريعية في عام 2013 نعم نعم هو في الوقت الذي صدر هذا القرار الذي تكلمتك عليه لم تكن هناك نقاضة لم تكن هناك نقاضات حتى كان من يتكلم اسم الموظفي اللي اسم الجماعة صار الموظفي كانوا مجموعات مكلم شفاتا لكن الآن لدينا نقاضة عامة نتكلم اسم جميع الموظفي يعني كنا نحن نقاضة جامعة بنغازي أصيطت نقاضة جامعة بنغازي كتابيسية ثلاثين سبتاشا تم الانتخاب ثلاثين سبعتاش يعني نحن وليد الجديد على الساحة نورهم هذا كل هذا لا يريد نقاضات لا يريد نقاضة عامة لأنه يعرفنا هذه تكذف المطالبة بحقوق ونحن بدأنا سعلا سواء أحسرق إلى أن أحسرق ونحن بدأنا وندخل في أثنان مدني أحسرق من 13 11 و20 و15 عن التواصل على عامل حتى ناخذ حقوقنا كاملة غير منقصة سيد حميدة عليوة نقيب وظفي جامعة سبهة لو تضعنا في صورة الاحتجاج في جامعة سبهة هل هو يسير بنفس الوطيرة في جامعة طرابلس وكذا في جامعة بنغازي وقبلها أيضا في جامعة سرد بسم الله رسول الله يتكلم على رسول الله يراحب بك في مدير ويراحب بالأخوة أنا أسأل أشكركم على منح فرصة للموضفين الجامعات لإيصال سوتهم نحن في موضفين ونقاطة موضفين جامعة كبرى على استعداد وضعا صباحا على طوام العنشرة والنفس صباحا بالقيام بوقفة احتزاجية بالمطالبة لحفوة الموضفين وما يحتف اليوم من وقاطات احتزاجية للمطالبة بحقوق الموضفين في الآلعات والمعاهد العليا هو ما ضمنه لهم المشرح القانون رقم 13 والمادة 84 بي سنة 2010 الذي كما تجاهل هذه المادة لا نعلم بقصد أو ببينقصد ونبمن هذه المادة 84 تكفي للموضف حقوق المشروعة في زيادة مرتب يتانين وإعادة تصنيف للإداريين والجميين والمهندسين نحن بيهم في النقابة الآن لا نحمل عداء إلى أشخاص نحن نتكلم بهم شريحة المربط لجميع ربوع الوطن الشرق والغرب والجنوب وبناء على الاجتماع المنعف في جامعة سيرت بتاريخ 5 11 2018 تقرر الخوض في الوقفات الاحتزاجية ومنها في ضرار عام كل يوم الثلاثاء القادم نعم أعتقد أنك أخي نبيل شوفة تقول ليس يعني يعني ليس وقته يعني ضروق البلد تعاني من أزمة اقتصادية ولكن نحن نرى أن الزهات التشريعية والتنفذية يومينا تنصف قرارات في زيادة مرتبات واعتماد لوائح لتنفيذ التعليم في خلح الزباب الجهات ومحن لم نرى إلا وظفي تعليم المعلمين المدارس في هذا القرار فقط هل هناك قرارات أخرى تطلعنا عليها يعني وحتى هذا القرار يعني صدر بعد جهد جهيد وبعد يعني ضرابات وبعد احتجاجات وبعد يعني الكثير يعني مر بكثير من المراحل لم ينفذ بسرعة فهل أنتم مستعدون أيضا للخوف في نفس التجربة والمرور بنفس المراحل واللي ربما تؤثر وتضر بسير العملية التعليمية في الجامعات الليبية في نبيل لقد صدر في الليام السابقة من المجلس الرئاس لقرار بزيادة مركبات قوات المسلح الجيش والحاليا جاري تنفيذ بمركبات شعار شعار تفعى القدم نعم ونحن مستعدين على أتم استعداد لما يترسب على هذا التجربة من المجلس الرئاسي أو من المجلس النواب بتحسين مرتبات عدد أو شريحة معينة من موظفي القطاع العام والتأمين الصحي وغيرها على عكسكم أنتم اللي عندكم قرارات صادرة بالخصوص قبل سنوات كيف أنتم تستقبلون هذه القرارات اللي تنفذ لصالح غيركم ولا وتتعطل عندكم أنتم من قبل الجهات الرسمية للتبكير نبيل قبل أسبوعين في جامعة القرارات في كوليت سردية عقد مجتمع معلومة التعليم بمجلس النواب نعم وطانا وطانا عدد خمس أشخاص من مجلس النواب في مجلس التعليم حضروا هذا الاجتماع وطلبوا ما هي مطالبكم بحيث يقوموا بتوصيلها لمجلس النواب وعقد وعدينا بعقد اجتماع مع وزير التعليم الحكومة الوفاق ولا يتم لم يتم التواصل معنا إلى هدليم طيب عادة تجاه لكن لماذا لم تجتمعوا أنتم يعني يعني في العادة أنتم تجتمعوا بالوزير وزير التعليم وهو الذي يجتمع ب يعني لجنة مجلس النواب أو غيرها أو أن يرفعه للسلطات اللي أعلى منها لكن كيف يعني أنتم تلتقوا بالسلطة اللي أعلى من الوزير وهي التي تقول سوف توفر لكم اجتماعا مع مع وزير التعليم في حكومة الفاق عثمان عبدالجلي كيف يمكن فهم هذه التراتبية الغريبة أستاذ نبيل نظمة التعليم هي من طلبت الاجتماع بنا أتت برفع مطالبنا رفع مطالبنا إلى مجلس النواب بما على الحراك هذا الحراك الحاصل في مجلس النواب على زيادة مركبات التعليم هذا قبل تدور قرار زيادة مركبات التعليم بيومين طلبوا مننا الاجتماع وحضرنا واجتمعنا بيهم طارقوا ومطالبنا وخدمنا لهم زيادة المركبات وطلبوا مننا مذكرة وعادونا باجتماع مع يزير التعليم هو دكتور عثمان عبدالجلي ولكن يحصل ولم ينتهل سيد ميلود الأسود نقيب وضع في جامعة الزاوية ضعنا في الأحداث والاحتجاج الذي عندكم أنتم أيضا في جامعة الزاوية سيد ميلود سيد ميلود الأسود السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أخي العزيز نحن من مدينة الزاوية وجامعة الزاوية بالتحديد متضامنين مع النقاب العامة للموظفين الجامعات الليبية بإتمام الإضراط العام والشامل على مصر والجامعات الليبية إن شاء الله سيكون يوم السلطاء القادم بإذن الله من منطلق الشراكة داخل الجامعات الليبية ومن هذا المنطلق يجب على كل المسؤولين في الحكومة الليبية وفي البرلمان الأخذ بزمان الأمور ومعالجة هذا الموضوع حتى لا نضر بالعملية التعليمية نحن كن موظفين لا نرغب ولا نريد عقيل العملية التعليمية داخل جامعاتنا ولكن على المسؤول أو سامع القرار أن يأخذ لهذا الاعتبار من مبدأ الشراكة داخل الجامعات وبالاهتمام بالموظف الذي هو الركيزة الأساسية في العملية التعليمية داخل الجامعات نحن في الصدق لم تكن لدينا نقابة عامة للدفاع عن حقوقنا ومطالبنا وهذه هي طبعا الحقوق ومطالب شرعية يحقها القانون الليبي الذي صدر في الـ 2010 ومتضمن في بعض المواد منها المادة 84 التي يجب على وزارة التعليم الأخذ بهذه المادة وتفصيلها في اللايحة التنفيذية للجامعات الليبية التي في السابق لم تأخذ أي وزارة من الوزارات السابقة للتعليم بتفصيل بعض المواد الخاصة بالموظف من يوم دخولها للجامع إلى الخروج منها نحن نطالب أولا في وزارة التعليم الأخذ للمادة 84 في قانون الجامعات ووضحها في اللايحة التنفيذية التي تخص الجامعات الليبية ثانيا نطالب من البرلمان تفعيل أو الموافقة على جد المركبات الذي رفع إليهم منذ تقريبا أربعة أشهر ماضية نعم ثالثا تفعيل موضوع التأمين الصحي نعم نفس المطالب التي ذكرت في البيانات سواء في جامعة طرابلس أو سيرت لكن يعني لماذا الاحتجاج الآن فقط يعني أنتم رغم رغم أنكم قلتم بأن يعني تجكرت مؤخرا النقابة بالتالي تتحدث باسمكم وإلى آخره لكن حتى هذا ليس يعني سبب وجيه لعدم الاحتجاج طوال السنوات الماضية على هذا الوضع مداما مأساويا مثل ما تصفونه لنا يعني في وظائفكم كموظفين في الجامعات يعني الاحتجاج لا يتطلب إلا خروج أشخاص يحتاجوا في الشارع أمام الكاميرات ومام الرأي العام ليس بالضرورة أن تكون هناك نقابة حتى تنظم احتجاج إن كان الوضع مأساوي فعلا مثل ما تقولون لماذا الاحتجاج الآن وليس قبل خمس سنوات أخي العزيز في السابق مثل ما قلت لك لم تكون هناك نقابة عامة للدفاع نعم ألو نعم أسمعك لم تكن هناك نقابة عامة دعني آتي من جديد إلى رئيس هذه النقابة العامة رئيس نقابة موظفي الجامعات والمعاهد الليبية سيد عصام تعني أسألك بشكل مباشر هنا أنتم تنظمون احتجاجات تعلنون في تاريخ محدد إذا لم تتحقق مطالبكم في هذه الاحتجاجات سوف تتوقفوا عن العمل مقاطعة العمل فيما يشبه إضراب عام وهذا بطبيعة الحال سوف يؤثر في العملية التعليمية يؤثر فيها كيف بالضبط سيد عصام لأننا نحن نعرف أن أهم عاملين في العملية التعليمية هو الطالب والمعلم هذان العنصران مدما موجودان يعني مع يعني هناك عملية تعليمية كيف يمكن فعلا أن يكون عدم حضوركم وعدم دوامكم في الجامعات سوف يؤثر ويمس بشكل ضاغط والله يا سيد نبيل سيد نبيل الإكلام اللي قلت حضرتك هو نفسه ما قيل لنا من لجنة التعليم في البرلمان حين ذهبنا إليهم في شهر فينا في 2017 وخصوص قانون رقم 2 اللي صدرها مؤخرا وخصوص القانون الجامعات ومحدثنا مع سيد رئيس سيد التعليم واتكلفنا بالخصوص المطفل قال لي أنتوا عاملين أنتوا قانون رقم في سنة 2010 قانون رقموا دوروا كيف تريدوا يروح بالقانون هيك خلتوا اليوم نتلموا بالليم يا سيد نبيل فالله سنة ممكن دوروا اليوم نسررني بليم شوية حقائق ممكن بسمعنا كنا نحنش هادينا نروح نموش نتلموا في الـ 2012 كانت بداية في الـ 2013 كانت بلاك تنشات في بعض الشامعات أدكر هالك شامعة طرابس مثلا بحكم أني أحد موضفين شامعة طرابس في الأساس أحبطها بزيارة لسيد رئيس شامعة طرابس الصابق دكتور ندني بجازة الخير الذي قام مشكورا بمتاطبة وزارة التعليم لأندات بخصوص زيادة ورتبات موضفين والتأمين الصحي ولكن اللي لا هذا رأيكم واحد في الـ 2015 سهر واحد واحد احداش 2005 قامت جامعة طراب وجامعة مزراتها بالإحتياجات الثاني حقومة من قادر في الـ 2016 نحن جامعات في مدينة البيضاء أربع مرات بخصوصة الجامعات المسمع لا إله إلا الله المسمع مشرق ولكن لن نجد في البرلمان أمان الليبي في برلمان لن نجد أخوتنا لم نجد نكاتلتنا المجدين الذين هم زملائي لما داخل داخل طاعة تعليم داخل الجامعات مزر لو تضعنا في صورة متوسط الرواتب متعكم كم موظفين في الجامعات سيد عيسام حتى نفهم بالتالي مطالباتكم بزيادة هذه الرواتب مثلها مثل باقي الأجهزة الإدارية مثل ما كنتم تقولون في البيان يا سيد نبيل عطول هني أقول أول شي لا يخطوش لنا نحن يتطبنا يأب المرتبات نحن يتكلمنا في البيان يا ناس ديروا جدوا مرتبات واحد ما تجيش مثلا في ديوان محاسبة الطالب ليتخرج من الاقتصاد في المحاسبة أو من كلية القانون يجي أول ما يتخرج ياخد خمسلاس دينار الشي اللي موظف في جامع ترابس درجة عاشرة ياخد ستية خمسين دينار هل هذا معقول طلبنا بتوحيد المرتبات بالتالب طلبنا بتحديد ميزة لكل شخصية حاسب طبيعة العاملة بتاعها ما طلبناش شي تاني طلبنا ان احنا تتوحد اللي بين تكون اللي بين كلهم في نفس المستوى باختلاف يعني لو تتميز حاسب طبيعة العاملة لكن لما نجد انصغي سواء من الواطن الواطن العام سواء من البرلماء لكن ماذا عن موقف إدارات الجامعات يعني أنتم موظفون ضمن إدارة في الجامعة موقف إدارة الجامعة سواء في طلبناس أو إن كان لديكم علم عن موقف إدارات الجامعات في باقي الجامعات الليبية في الحقيقة الاحتجاج ونية الله لكم عن العمل سيد عصام للحقيقة معظم معظم السادة رؤساء الجامعات متضامنين مع موظفينهم لأنهم يعرفون ماذا يشتغل الموظف بعكس الآخرين لدينا اللي يعرفون ما هي قيمة الموظف في أحد الشخصيات في وزارة التعليم ما هي الأشياء التي يقدمها الموظف إذا كان الموظف عبارة عن عباء زي على الدولة الليبية لا في الأجزاء من حالتنا إلى تقاعد من الآن طيب أنت كيف كيف جوابتوه يعني هذا الموظف اللي من وزارة التعليم هذا مش موظف هذا مدير دارة بارك الله فيه تخص وقور وعضو عن التدريس وكان هذا رده طيب بما أننا نحكو على الوزارة ما موقف وزير التعليم عثمان عبد الجليل من هذا الاحتجاج أولا ومن ومن الأضراب باعتبار بما أننا نفهم منكم أن الاحتجاج اليوم سبق يعني خطوات تصعيدية في السابق يعني اجتماعات وإلى آخر فأناقوا في الوزارة وزير التعليم تحديدا من الاحتجاج من مطالبكم عفوا عفوا بصيف تكاليس نقابة عامة خطبت الدكتور عتمان عبد الجليل في تاريخ سابعة اثمانية بخصوص تفعيد المادة 84 وطلبته بالآتي نعمل من سيادتكم تكرم بتشكيل لجنة مختصة لإعداد لايحة تخص موظفين التعليم العالي ويكون من ضمن هذه اللجنة عضو من النقابة العامة لموظفين الجامعات الليبية والمعاهد العليا بخصوص المادة 84 طلبنا بالسابعة اثمانية تحديد لجنة لتكوين لايحة خص موظفين التعليم العالي قاطبة وليس جامعا ولكن لما نجد هذا نصال علماً بأن الدكتور عتمان عبد الجليل مشكوراً أكتر مرة نحولها في مرسلات يتم رسالها إلى إلى الإدارات المختصة ولكن الإدارات المختصة للأسف الشديد من الإدارات المختصة يعني طبعاً معلش خلينا خلينا نفهم الوحدة الحاجة وحدة وحدة أستاذ عصام طبعاً طبعاً أنتو أنتو يعني في البيان تلوموا على مجلس النواب وعلى المجلس الرئاسي بخصوص المطالب وعدم تنفيذها لكن المجلس النواب أعتقد أنه يفترض أن يكون خارج الدائرة ونقول لك كيف التشريعات موجودة القوانين موجودة وأنتو بأنفسكم قلتوا القوانين موجودة من 2013 لكن لم تنفذ هذا يعني هذا يعني يفترض الكلام والاحتجاج جواجه للمجلس الرئاسي اللي عليه ينفذ قرارات موجودة ليس كذلك ما علاقة مجلس النواب والتشريعات أسرم موجودة إلا في حال أنتو طبوا تشريعات جديدة والتشريعات موجودة بالأساس عافوا أستاذ نبيل أحد أحد وظائف مجلس النواب ومجلس الأمة الليبية قاطبت أنهم يكونوا مراقبين للحكومات سواء في حكومة المؤقتة أو الحكومة الوفاء خاطب الأستاذ طاهر الدريس بسيطة كنايب رئيس النقابة العامة الدكتور فوسي بومريز بخصوص تترين نفس المادة بتاريخ 24 عشرة 2017 ولم يتم الرد لله نعم لكن بومريز بعد ما يطلبه البرلمان يأتي على الحال ويمثل أمامه في جلسة في طبرق لكن على عكس السراج وعلى عكس عزمان عبد الجليل لم يأتوا أمدا عفوا عفوا بكال أي سلطة فعلا يمكن أن تكون على هذين الاثنين في حال تنظيف مطالبك بين المتركة والسندان يا أخي نبيل احنا يقعدنا بين المتركة والسندان احنا يقعدنا نكلموا حكومة الموقتة يقول لي والله احنا مش عندنا احنا الفلوس عند حكومة السراج نمشي حكومة السراج يقول لي نمشي باعترف بيا البرلمان باعترف من نمشي من نمشي من نمشي عندي موضفين بوسطاء جدا يا أستاذ نبيل يا أستاذ نبيل البساطة ممكن حاضرتك من طبرق وممكن بتواصل بعض الشخصيات في جامعة طبرق وتشوف البساطة بساطة الموضف البساطة اللي المجردة من كل شي يا أخي نبيل نعم طيب انت بعثنا أوراق ما يشبه القرارات نحن نتكلمه قبل واحدة بشوف علي حولنا طبعا في خمسة احداش الفين سبعطاش طبعا اجتماع نقاطات الجامعات مفرد قبل يتم تشكيلها حولنا مراسلة إلى السيد قائس مجلس النواق وتمت اسلامها يوم واحد واحد الفين سبعطاش متضمنة جد المرتبات خاصة الموضفين وكانت اللجنة برئاسة السيد ابو بكر وحوصة رئيس رئيسا لها وكان من جامعة محمد علي السنوسي مشكورا هذه الشخصية الوطنية الغيورة على حفوق البابتين عندما كان هو رئيس مقابة البابتين جامعة محمد علي السنوسي والاستاذ فتحي مسعود محمد عضو كان عضو في اللجنة من جامعة غريان والاستاذ صبر علي الشريف عضوا عن جامعة طبر واستاذ احميد بالاضافة الى العبد لله الصامع ودام كان عضو في اللجنة وتم تسليمها لمجلس النواق 1 2018 ولم يتم الرد بالان بالاضافة بالاضافة الى القرار 641 اللي كان مفروض يتم تنفيذه اعتبارا من 1 2014 وهو المتمثل لزيادة المرتبات والوظيفين 20 100 الى الان يا استاذ نحن نعاني وليس طويل نحن نعاني من اجسام تذيذية 2010 الى الان نعم المشرعة المشرعة الليبي بالامانة المشرعة الليبي اعطاني حقوق كاملة فيه قانون تمتصر ولكن شديد الحكومات المتعاقبة لا تأطين اي حق سيد طهر الدرسي نقيب موظفي جامعة بنغازي ماذا عن ادارة الجامعة في بنغازي لو تضعنا في صورة ارتدادات وردود فعل هذا الاحتجاج ايضا من موظفي جامعة بنغازي ماذا عن الطلبة في الجامعة ماذا عن ادارة الجامعة اين هي من احتجاجكم ومن موقفكم هذا بالنسبة لإدارة الجامعة بالنسبة لإدارة الجامعة الأمر لا يعنيها لأن الاحتجاج ليس هو لإدارة الجامعة لكن يعطل العملية التعليمية اللي تديرها لإدارة الجامعة نعم وانتم موظفون وعندها عند الإدارة بمثل اتحاد الطلبة تبقى خطبكم برسالة رسمية بأن هذا الأمر لا يخص الطلبة هو موظف متوقف على العمل بمثل لتوقفنا العمل هو الأعلان التسكوري لثانة سنة 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 ضمن حق الاحتجاج والاقتصام بعد الثل بعد استمتظنا جميع طرق نحن خطبنا جميع الشيات أنا خطبنا أنا متل يتكلم عن نفسنا نقييد جامعة منغاضي خطب سيد وزير خالي خطب سيد ريتو بقراء خطبنا عن طريق النقاط العام البرلمان الليبي خطبنا حتى داخل جامعة كافر العام فيما يخص العشريت المئة طرس الوربعين على الاحتجاج حتى على الاحتجاج لنفتط بيننا هناك شئة طرف لها على الاحتجاج فنحن لإدارة الجامعة كافرها جيدا الموضط المجبوب اللي هو الطالب نفهم جيدا انها الموضط الموضط لو اخر حقوق ليش يتوقف العمل شنو الأزداد اللي خلنا يتوقف العمل لو خذينا حقوقنا لو اخرنا جزء من حقوقنا ليش يتوقف العمل لكن توقفكم عن العمل استاذ الطاهر هل فعلا هل تعاولون فعلا ان اذا ما توقفتم عن العمل ان هذا سوف يحدث تبعات او ردود فعل تضغط على المجلس الرئاسي او على مجلس النواب لتنفيذ القرارات الموجودة يعني قد يقول لك قائل وهي نقطة في الحقيقة اثرتها قبل لحظات مسألة ان يعني ربما سوف لن يتأثر الموضوع التعليم في الجامعات باعتبار ان الطالب سوف يكون موجود في القاعة والمعلم او المحاضر ايضا موجود سوف تغيبوا انتم وتكون الباقي الباقي معادلة العملية التعليمية الجامعية موجودة الادارة موجودة المعلم موجود وطالب موجود فالى اي درجة فعلا غيابكم وقطاعكم عن العمل سوف يؤثر بشكل اجابي لصالحكم هو هو لنأكد نحن نحن ندوش نسل للمرحلة ولكن للأسف صناع القرار في الدولة لن يتفت إلينا نحن نعلم جيد ان غيابنا في الجامعة يؤثر على الطالب وعضوها التدريب لا أنا سؤالي كان نقول يا ساذة طهر أنا سؤالي هل تعتقد ان فعلا غيابكم سوف يؤثر لانه برتي يقول لك واحد انه مش حيأثر لان الطالب موجود والمعلم موجود والادارة موجودة بالتالي هل غيابكم فعلا سوف يؤثر ولا مش حيأثر لا حيأثر لانه من من يخدم اجراءات الطالب من يخدم اجراءات من الطالب في اعداد اعداد جدور المحاضرات من يفتح الطاعات الدراسية من يفتح المعامل من يحرط الجامعة مع العلم ان الحارة الجامعة استفقن ان ح poking المقابل العامة ان الحارة الجامعة يستفقن تماما من العطيان لانه مهمته حراس الممتلكات في الجامعة وهذا هم اما الفاقي ح τις وقف ح Randy وقف المعامل حتى وقف استفق الإدارة المالية الإدارة القانونية حيث توقف شرور الطلابية كل هذه الإدارة حيث توقف يعني حيث توقف مش حيث للطالب أو العضوية من يقبل له خدمات سيد حميدة عليوان أقيم وظفي جامعة سبه ألا تخشون أنه بعدما تتوقفون عن العمل قد يؤخذ في حقكم إجراء إداري ويتم استبدالكم بآخرين ربما توقين لنيل فرصة عمل على عكسكم أنتم حيث نبيل نحن كنقابة عامة وكنقابات صرعية في الجامعات والمعاهد هناك القانون ينبن ويسير النقابات العامة والنقابات يبنى لنا حكومة في التعذير عن ما نسابق به ونحن نسابق بحقوق مشروعة وهذا يبنى لنا قانون النقابات ليس هناك خوف أبداً في هذا المقابة النقابة نعم لكن يعني العدل أضرابات حتى نحن نتابع الدول الأخرى مثلاً يقول لك أضراب عملي أو وظفي محطة قطار فلانية في دولة ما تجدهم يضربوا ساعات محددة لكن يعودوا للعمل يعني لا ينقطعوا بشكل كامل ليس ببين ربما أولاً لعدم الإضرار بالناس العاديين ورسال رسالة واضحة للجهات الحكومية العليا في نفس الوقت ما بالك حتى ما لا يتم اتخاذ حقهم إجراء داري يعني باعتبار أن العمل موقع يعني واقف وقد يحسب هذا غيابة يعني من على الموظف وبالتالي يستبدل بآخر مثلاً أو يقال عن العمل مثلاً هل أنتم فكرتم في هذه الأسباب رغم مشروعية المطالب التي تتكلموا عنها نحن قمنا بأدة مراسلات لنظمة النواب ولوزارات وزارة الحكومة الموقعة وزارة حكومة النفاق وعالدوا هذه المراسلات والقانون النقاضات اللي يدنا محسب المربخين والنقاضات لا نحاط من هذه النقطة طيب يعني محصلين دعم لكن طيب دعني أسأل نقل النقطة للسيد ميلود الأسود نقيب وضفي جامعة الزاوية ماذا لو تخذت وزارة التعليم أصدر وزير التعليم قراراً لم يكن في صالحكم بعد ضرابكم عن العمل أو غيابكم عن العمل اللي أنتم ربما تراوه إضراب لكن ربما وزارة التعليم سوف تعتبره غياب عن العمل وبالتالي سوف تأخذ في حق إجراء إداري أنا أفترض هنا باعتبار أنكم فكرتم أنتم في هذا يعني تعملون على إقامة إضراب ربما أنتم فكرتم في جميع الاحتمالات أنتم إذا ما حصل هذا هل أنتم مستعدون لهكذا موقف يمكن أن يحصل يعني بدل ما أنتم تكونوا يعني تبوا زيادة ربما تخسروا وظيفة بشكل كامل هل أنتم مستعدون لهذه المخاطرة نعم أخي العزيز الإعلان الدستوري الذي يسير وضع البلاد في هذا الوقت يضمن لأي شريحة النضار والقصار لليل الفقوق فالإعلان الدستوري واضح وطريح في هذا الوقت ولا يستطيع أي مسؤول أن يعترض على هالكلام أو يدير أي إجراء إداري ضد أي موظف في هذا الوقت لو المسؤول يلتزم بالإعلان الدستوري وبالقوانين والقرارات رأي نفذ القوانين اللي أنتم محتاجين على عدم تنفيذها من الأساس ولا لا لا أخي العزيز نحن طبعا هذه القرارات والقوانين هي طبعا قبل ثورة 17 فبراير ولكن نحن نطالب المسؤولين بتفعيل هذه القوانين الوقت الراهن لكي معطي فرصة للموظف للباع والتألق والوقوف على عمله في أحسن الوقت من أجل المخرجات التي تدمت كثيرا وكثيرا في جانعات الديدية نظرا لعدم نظرا لعدم الاستمام من المسؤول بالموظف الذي هو الركيزة الأساسية وسنثبت للجميع بأن الموظف مهم ومهم جدا داخل الجامعات الديدية وداخل كل الموثفات الديدية نعم نحن في الحقيقة يفترض يكون معنا السيد نبيل النطاح رئيس جامعة طرابلس وسيد موسى العلواني الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام لطلبة ليبيا حتى نسمع منهم رأيهم كطلبة في الموضوع وأيضا يفترض أن نكون معنا رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب السيد سعد المريمي لا عرف طيب معناها نشكر السيد ميلود الأسود حتى نوفروا الاتصالات أيضا للباقي الضيوف شكرا سيد ميلود الأسود والشكرا أيضا للسيد حميدة عليو والسيد طهر الدرسي نقيب موظفي جامعة بن غازي ونعود إلى السيد عصام أعويدات سيد عصام يعني مر السائل الموجهة اليوم للجنة التعليم دعنا نقول في مجلس النواب يعني أنتم سبقوا وأن اجتمعتم بلجنة التعليم مثل ما أخبرتمونا ولكن يبدو أن الأمور لم تذهب في الاتجاه اللي أنتم تطبوه بدليل أنكم اليوم صعدتم من الموقف وقدرتوا وقفة احتجاجية وممكن حتى تصلوا إلى مرحلة الأضراب يعني بالتالي الرسائل اللي أنتم قلتوها بشكل مباشر للجنة التعليم هل ما تزال في صدد الإرسال بمعنى آخر هل هل ما زلتم تعاولون على أن لجنة التعليم سوف تفعل شيء أنتم اللي قبلتوها في اجتماع مباشر ولم يحصل شيء لغاية الآن هل ما زلتم تأملون خيرا من اللجنة أن تحقق المطالب اللي أنتم تطبوها في الله موجود وفي الشرفة الليبيا موجود أنا متأمل إن شاء الله من نواب الأمة الليبية أن يكونوا في المستوى ضروري أنهم يكونوا في مستوى الأحداث الراهنة في هذه الوطن فسيد رئيس مجلس نواب دكتور سعد المريمي زميلي في نفس القسم في كلية العلوم في قسم الحاسب الآلي زميلي واحد الدكاترة الموجودين داخل قسم وله داع طويل ولكن للأسف والأسف الشديد من عرفش دور دور المجلس للأمة لكان المفترض مراقبة جميع الحكومة سواء الحكومة المقتة سواء الحكومة حكومة الوفاق إلى خيره من المسميات وبالإضافة إلى الانقسام السياسي والتشعب والتشضي الذي حاصل في الوطن يعاني من المواطن البسيط وليس المواطن الثريء أو المواطن المترفح نعم معنا الآن سيد صلاح السويح نقيب موظفي جامعة مصرات وأرجو من الشباب أن يتصلوا لقرأيس لجنة التعليم في مجلس النواب الدكتور سعاد المرمي حتى نسمع بشكل واضح ومباشر تعليق على الموضوع سيد صلاح السويح لو تضعنا في موضوع الاحتجاجات هذه المرة من ناحية جامعة مصراتة وموظفي جامعة مصراتة أولا استحيليك السيد مبيل استحيلي الأخوة المصاحبين في هذا القراءة الليلة طبعا جامعة مصراتة كغيرة من جامعة اللي بير أخري أو كقرب الأحرى نفاغة الموظفين بجامعة مصراتة همه وحرصها هي تجليل الصعادة من الموظفين كذلك الوقوف على مشاكلهم ولكن من ضمن أحد المشاكل التي تنسل المواطن بسطرة عامة والموظف بجامعة مصراتة بجامعة ميلي بسطرة خاصة اللي هي مطالب الموظفين اللي نعتبرون نحن مطالب أساسية ولا يسكنية طبعا ومن ضمن طبعا الموضوع الزيادة المرتبات وكذلك تفعيل التأمين الصحي هذه الموظفين التي يعاني مهج كثير طبعا من الموظفين الوعود تتوالى الوعود تم الوعود ولكن للأسف لهذه اللحظة أجبر الموظفين بدخول هذه الاحتجازات التي لا يحمد أخبها فأتمنى إن شاء الله من المسؤولين أن يتزارك الموقف بسرعة جامعة قامت يوم الخميس الماضي بوقت احتجازية طبعا هذه الوقت أتت بعد الاجتماع كده الأخوة أعطوك التفاصيل أكثر هي قامت في جامعة طرابلس يوم 24 عشرة كانت بحضور لزنة التعليم من المنز الضواظ ولتم من خلالها إعداد مذكرة بالتفاصيل المطالب التي تتكلم عليها دعنا نأخذ سيد صلاح رأي سيد دكتور سعد المريم رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب معنا الآن هو عبر الخط الهاتفي دكتور سعد أهلا بك في برنامج أكثر سيد سعد لا يخفى عليكم أن هناك استياق كبير لدى عموم موظفي الجامعات الليبية ليس فقط في الترابلس نتحدث هنا وليس في مصرات أو في أي يعني يبدو أن هناك جماع عام من موظفي جميع الجامعات محتجين على تردي الأوضاع الوظيفية اللي يعانوا منها لديهم مطالب زيادة رواتبهم أسوة بموظفي باقي الأجهزة الإدارية في الدولة الليبية وأيضا أن يتحصلوا على التأمين الطبي خصوصا وأنها في قرارات موجودة فعلا صادرة ولكن لم تنفذ وهذا ما يثير استياءهم أكثر كان هناك اجتماع يبدو بين النقابة وبينكم في وقت سابق فلو يعني تضعنا في صورة موقف لجنة التعليم أولا ومجلس النواب ثانيا من هذا الاحتجاج ومن مطالب هؤلاء الموظفين لو سمع السلام عليكم مساء الخير السلام ورحمة الله والسلام على جميع الأخوة الزملاء في الجامعات ترابس وبنغازي وكل الجامعات الليبية لو سمحت عثينا براحمة الوقت حتى نضع بعض الميقات في وضوح أولا أما نجتم في الميقى الترابس اللي جوج في طبرق في سنة 2017 لا أتذكر التاريخ بالظبط ولكن اجتمعنا وكان مطالبا في ذلك الوقت ليس زيارة المرتبات ولكن كان مطالبا يضم نقاض الموظفين جامعا من ضمن قانون الجامعات رحمة 2000 لسنة 2018 وتم النقاش وتم الإضاح لهم بكثير وقلنا لم أن تم شريحة الموظفين تتبقى قانون 12 لسنة 2000 مش عارف تذكر 1980 والقانون الجامعات وضع خصيص حاويت نشرح لهم بكل مضوح أنه يربط العلاقة بين الطالب وبين هضو هذه التدريس وقال ما لهم وما عليهم وتم هذا في هذا الموقف وقلنا بالتأكيد نحن نقف نقف مع نقاط الموظفين الجامعات التي يقولها بصورة عامة أما بخصوص ريالة المرتبات والتأمين الصحي أنا أرى أنه هو مصلب شرعي للجميع وهذا من حقهم لأن هناك الاختلافات لموجودة المرتبات وهذا خلل يجبني لحد الآن وعنه منه أعتقد موظف في شركة ما يتقاض بالألام بينما موظف يقوم بشغل كذا يتقاض أقل بكثير وهو غير شرعي غير توافق بين الكل فهذه المفتل قائمة جدا وما حدث حول لشحوح كذلك من الأخوة المدرسين ونقابة المعلمين في المنظم الماضية بعد أن صدور القانون يتم عليه ولكن نحن أرى أن الميزانية العامة اللي هي البند واحد بتصل لحوالي 24 مليار بحيث أنه كنت كيف تتفق هذه الزيادات وإنتاج اللي هو في الوضوع المثي فيها جدا في الوقت الحالي وكذلك الوضع السياسي اللي هو موجود غير مطمن وهذا لا يعني أن نحن ما نقفش قدام الموظف ومع الموظف ولكن ما سمت حسن ما سماعت من أخيب الموظفين في جميع الترابس عن لجنة التعليم ننتقل لسكرتيرية التعليم أو اللجنة هذه المطالب بالصورة الواضحة ولكن أنا في المدة الأخيرة هذه يمكن حوالي الشهر الماضي بعد حلنا مشكلة للمعلمين كان الوضع الجميع يعرف أنه ليس حل شريحة معينة المفروض حل كل الموظفين بالدولة البيضية عامة لأن لما تزيد معلم بنسبة معينة جيك شريحة من الزراعة والموظفي الزراعة ويقول لك البيضية جيك شريحة من موظفي النفط ويقول البيضية جيك شريحة من موظفي السنغ ويقول كده وموظفي الدولة أنا كان اختراحي وكان هو لموظور وحاول أنه المشعور أنا لازم يؤاد فياغة قاعدة بيانات جديدة لكل موظفي الدولة الليبية بصورة عامة على إرار قانون 15 سنة واحد ثمانين لحيات أنها توحد التصتيفات المختلفة لكل موظفي الدولة الليبية ويصبح الاختلاف بين موظف الجامعة عضو هيت في الجامعة بين عامل في الكهرباء بين مهندس في المؤسسة الوطنية هو عاملية المزايا والعلاوات التي تفرق بين المضفين إذا كان لم نتبع هذا الأساس فتصلح كلها المشاكل موجودة ولا تنفي أبدا فأنا ناقشنا المدى الماضية مع وزارة التعليم وقلت على تكوين لجنة فنية معلش يحاول كل واحد منهم يفهم ما يعني كلمة لجنة فنية اللجنة فنية من جميع وزارات الدولة المتخصفين بحيث أن يعضوا رؤية كاملة يوضع قاعة بيانات للمركبات لجميع موضفين الدولة الليبية على غرار طانون خمستال شسد واحد ثمانية. وبالتالي بالتالي نستطيع نحل المشاكل كلها. لكن اليوم نزيد مرتب ليحم عينة وقد تجيك الشريحة الاخرى وتصبح زيها دات متطاوتا وبالتالي لا نستطيع نحل هالاشكال الناحي. انا نحكي من صورة فنية من صورة اه بحيث ان ترضي جميع المنظفين. اه نعم. لكن دكتور اه ساعد اه مع اهمية ما تخبرنا به من وضع واجراءات يمكن اتباعها في هذا الصدد. لكن الاجراءات اللي انت تحكي عنها دكتور يعني من الواضح انها قد تأخذ وقت وقت طويل اخرى مش حتى وقت شوية لانجازها. نهي كأنه بعد النتائج اللي جان اللي تحكي عليها يعني في مراحل اخرى. لكن اليوم نحن يعني امام احتجاج يقول بانه سوف يدخل فيه اضراب عام هؤلاء الموظفين في يوم ثلاثة احداش. يعني فتعليقك على موضوع الاضراب اللي قد يحصل بعد يومين. نعم. وانت تتكلم من الدكتور عن اجراءات قد تأخذ اشهرا اكثر من ذلك. كلامك صحيح هو الرؤية اللي انت طرقتها صحيحة لان العمل هذا يحتاج لأكثر. فاحنا نحاول نشتغل بتوازي بحيث نوضي جميع الشرائح الدولي بيهو موجود. بحيث ان هي زي ما احكينا القانون رقم اتناش اعتقد. والا ربعة وثمانين بيهو واحد بزيادة الموظفين. وفي نفس الوقت ما تفضيح انا بافرع وقت ممكن ان هي تضع اللي حادة وتقنف. لكن انا نبعد كل شيء هي تتزد الدول اللي بيها مع احترام لها الكلمة هذه للجميع. يا اما زيدني يا من وقف هذا اعتقد اه يجب ان يراعي حتى الدول اللي بيها حاليا. الدول اللي بيها حاليا تنرضي مراحل صعبة وصعبة جدا والجميع يعرفها. وبالتالي يجب ان تحمل تنفسها القليل. ولكن مبدأ موجود. ان الموظف والمدرس وعضوها التدريس والجنبي وكل الشرائح هي من حقها ومطالبها الشرعية ان يضطلها مغتب وبالاخص التأمين الصحي لجميع الشرائح اللي بيهو. ان ما توح لهم كيف بتزيد الموظف بناء على ما هو اخترح. غدوة بيجوكة موظف وزاعة اجتراعة. بكرة بيجوكة وزاعة تفضح في عناء سلسلة لا تنتهي ولا تفضح عن تنفسها بالصورة. اضافة الى ان يريكة تكون محددة ويفضح عندك ازياد في البند الأول. لكن دكتور سعد هؤلاء الموظفون لو كانوا يعني لو كان هذا هذا كلام جميل في محلة دكتور. ولكن هؤلاء الموظفين نفسهم قالوا انهم يشوفوا في قرارات تصدر سواء مجلس النواب او مجلس الرئاسي لزيادة مرتبات قطاع او شريحة معينة من الموظفين او علاوات بما فيها. هم ذكروا مثال موظفي القوات اللي في القوات المسلحة. وايضا حتى نحن في خبر سابق قبل ايام قليلة تبعا ان وزير الصحة في حكومة الوفاق اصدر قرار بزيادة مرتبات عدد معين من موظفي احد المراكز الطبية في طرابلوس. يعني وهم ينظرون الى هذه القرارات كيف تتوقع ان يكون رد فعلهم. يعني لو كان كلامك يعني يشمل الجميع ولم يزد مرتب اي شريحة ما. لو كان قد يصبح كلامك مقبولا من وجهة نظرهم. لكن هذا لا يحصل. يحصل العكس. وهذا ما دفعهم اليوم للاحتجاج. هو صحيح. يعني انا قلت يعني انا قلت في بداية الكلام انا مطلوب شرعي. نعم لكن السؤال هو دكتور ما مبررات القرارات الاخرى لتصدر لزيادة لمطالب مشابهة دعني اقول. قرارات تصدر من الرئاسي او من البرلمان. اه لشرائح اخرى من الموظفين. وفيها الاشياء اللي يطلبها اليوم موظفين الجامعات الليبية. ما مبررات صدرتك القرارات. لم يزد القرارات بزيادات هذه مع عدد قانون البعالمي والذي لم يتم اه زار اللاحة التنفيذيها لهذا القانون. نعم. اما بالنسبة ما هو قايا بالنسبة لحكومة الدفاق الوطني. احنا لا عنا ليس لنا سلطة عليها. كما هذه اللي هي غير شرعية وانت عارض الكلام هذا. نعم. ولا نريد ان ندخل في متى هات تانية. احنا اللي هو نقول ان الموظفين من حقهم زيادة. وبالاخصة من الصحي لجميع الموظفي الشرائح الموجودة. لكن انت كيف تبي توحلين تصدر قرار لموظفي جامعاتك فيها من مصدر القواب للحكومات التنفيذية بتنفيذها وانت عارف زي ما نقول البروغاطاشن عندك من ميزانيات شن عندك بشكلام. هذا لا يعني ان احنا نقصدهم. ولكن احنا ما نطالب فيه توا حاليا. ونحاول نصدر فيه ان هو التريك بحيث ان على الاقل تنهي هالنجمة الفنية اللي هي توا كم تشكيلها. اه تضع تصور كامل. وفي نفس الوقت اه نحاول ندهب كل قوة لإصدار القانون هذا بزياد المرتبات لكل شرائح الشعب اللي بلموجودين يعني. دعنا دكتور نستطلع رأي الضيوف من 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 نقابات الموظفين في الجامعات والمعاهد الليبية. سيد عسام معايدات ما رأيك في هذا الكلام من الدكتور سعد. دكتوري وزميلي دكتور سعد المريمي على رحابة صدره. تانيا اه انا واحد من الناس اول ما طلبنا قلنا احنا ضروري من ان يكون هناك جدول مرتبات موحد لجميع الدولة الليبية. الاختلاف على واحد التمييز فقط. تقريبا هذا اول اكلامي اللي اطرحناه يا سيد نبيل. ممكن دكتور سعد ممكن ما كانش معنا في الحلقة. لا تنكرر اكلامي لحضرت دكتوري. بفضل. اه تانيا اه يا دكتور سعد حتى تقريبا في ديوان المحاسبة في الفين وخمستاش قام باعداد جدو المرتمات موحدة للدولة الليبية. وتم احالف البرلمان ولم يرى النور الى الان. فما قلق على هذا يا دكتور سعد بسبتك اوضو مجلس الامة الليبية. دكتور سعد. دكتور سعد المرمي. نعم. استمعت الاستفسار السيد عصام. نعم استمعت السيد عصام وستمعت كلام صحيح وهو كلام بنعتخد احنا في نفس الخط. اما اه حل المشكلة واضح للجميع. ولكن اه عملية تنفيذة اللي هي تاخذ الزمن زي ما اتكاثلت سيد نبيل في هذا الموضوع. اه النقطة التانية بالنسبة لجدول المرتبات اللي هو صدر في الانتين وخمستاش حسب ما قال الاستاذ. انا لم نطع عليه حاليا ولم يصن هذا الجدول بالنسبة للمرتبات العامة على غيرار قرون خمستاش. لكن احنا ندفع بها الاتجاه هذا لانه هو الاتجاه الوحيد اللي نصطين حل في مشكلة. لكن الوجود هذا الجدول للمشكلة. لكن في الوجود يعني هذا الجدول او هذا القرار لتوحيد المرتبات واللي اشرته اليه يعني اذا ما فائدة تشكيل اللي انت اشرت اليها الدكتور ساعد والعودة والبدء من الصفر في ظل انه موجود يعني في قرار وفي جدول معين يوحد مرتبات جميع الموظفين في الدولة الليبية. لماذا لا تذهب للسفيد من هذا القرار او من هذا الجدول. لو سمحت ان الجداول والواحد موجودة هي مصدقة كل الدرجات من درجة انا نقوله واحد الى الدرجة الستاش او كده كده. المرتبات انتاحها وجداولها كلها موجودة بعلاواتها. احنا ما نريد هو اعادة النظر في هالجدول هذا بحيث يتمشي مع المستوى النحيش الحالي. يعني زي ما قلت سابقا اه موظف في شركة الانطرية يتبقى سبعة اثماني هلاف جميع بينما موظف في جابحة طرابس والله جامعة الضانجاج والله احد الجماعات في الاربع مية وخمس ميل دينار او ستوني دينار او هذا بصراحة مفيش عدل يعني بالصورة الثانية. زيد على ذلك ان احنا حتى بعض اله اه اه بجدارات في اه بزارة التعليم تطلب انتقال الى اه بعض الهيات اللي هي فيها زيزة مرتبة. وهذا حتى هو اصبش كثير. الحل اللي حاليا نقول لن نستطيع انزده هذا. هذا موجود نظر لانية شخصية يعني. وخلي هذا اه الثانية مرتبة. فالحنا نبدو نحاول نضح حالكا. نعم. بالنسبة للجلاوة المرتبة موجودة. سواء كانوا هذه المنظومات جاعدة واضحة. الحل الوحيد اللازمة الفنية اللي هي هتضع هذا باسرع وقت ممكن. اتعيد نظر كيفية زيادة المرتبة هذه اللي موجودة للجدول. وتحاول تراعي الفوق بين الجميع الموضفين في على مستوى الدولة. نعم. يوعد الاختلاف الكبير بين مؤسسة ومسا هي العلوات والزيادات اللي موجودة زي ما اتكرر المستعدة. سيد صلاح السويح نقيب موظفي جامعة مصراتة. كيف تستقبلون هذا الكلام? هل هو مرضي بنسبة لكم من قبل النائب الدكتور سعد الماري? يا سيد سيد ماري. انا ربعا على سيد صاحة ومساة ومساة وقام في المتيا. ان جامعة كم الصوت غير واضح سيد صلاح. الصوت غير واضح في هناك يعني تقطع في الصوت. نعم تبضل. في مشكلة في شبكة الاتصال دعني أخذ للسيد عصام أعويدات سيد عصام أجابك الدكتور وما زال يدعو إلى التريث وأن مع اعترافهم بأن هذه حقوق مطالب مشروعة ولكن يرجو سيد سعد المرمي أن تتريث قليلا وأن العمل جار وما فيش حد ناكر تنفيذ المطالب التي تطلبوا بها وحتى هذه المطالب يعني الوضع العام أشار إلى الوضع العام وأن زيادة المرتبات معناها زيادة في الميزانية وإلى آخره فكيف يتعلقون على هذه المسألة وكيف تستقبلون هذه الدعوة منه بالتريث يا سيد نبيل احنا يتكلمنا أننا قلنا هناك جدو المرتبات تم أعداده من قبل ديوان المعاثب وهو الآن مطلوع عند ديوان مجلس النواب هو قبل أن أطلع عليه عفت 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 من الفين الخمستاش عفت تم تكليف ديوان المعاثب البانا المواطن والوطن السابق وتم أعداد هذا الجدو وإلى الآن عند مجلس النواب ولم يقر يا سيد نبيل يا سيد نبيل نحنالي دخمسنا أن بدقة ليبيا حارط كل من ما يتكلم اللي عندنا قوة ياخبة كل حاجة اللي عندنا قوة سكثر عليها منفر اللي عندنا قوة موطف عليها فلوس اللي عندنا قوة هدى الرهلي كبدي اللي عندنا قوة خرونة يتبقى من موتر موطفير الشعب الليبي مات نوع بالنما لا يتخبر بها من ديوش على الشعب الليبي جيد صاير فيه الناس يوقفوا في المرتبات على خاطر المرتبات كل خمسة شور عبارة عن خمسمائة شمية بعد خمسة شور مش أكد خمسمائة دينار أعطيني كيف تبني عايش الليبي نتكلموا عيني السنة اللي السنة اللي بيقولك جهدي والمرتبات موجودة عند مجلس نواق مجلس نواق هو هدي ما يتأخر كل موضوع اللي يصير الآن اللي يركب فوق السلم هو وضاك هو وضاك ألو كل من يركب فوق السلم هو وضاك ألو لكن نظام نعم حتى رغم وجود هذا الجدول بتاع العلاوات والمرتبات عند مجلس نواق كان يقول السيد ساعد بأنه يحتاج للمراجعة حتى يتلاءم مع ظروف الحياة اليوم عفر يا سيد نبي من 2015 وحنا نراجع خلنا نتكلموا اكي بشوي من 2015 وحنا نراجع من 2015 وحنا كل يوم وقوله وغلوه بيتم بنا كل يوم وغلوه وغلوه لكن مش بالضرورة أن هذا الجدول يتناسب اليوم مع مضطلوبات الحياة عام 2018 هذا الجدول بشوي في صالحكم سيد عصان يا سيد نبي يا سيد نبي يا سيد نبي اللي بصالحي ولا بعدش عرفت شنو اللي بصالحي اليوم ولا وغلوه يا لحيني اليوم ووقت اني غلب يا سيد نبي اللي منقول نحن الآن راوها نحنين ملينا عينا من بعود قرارات تكتب ولكن ضمن الحبر بتاعها اكتر من حقها هي حين الآن موضفين من جامعات وجامية موضفين ليبيا وليس جامعات جامية موضفين ليبيا يعادل امرين لكن في اقرار في اقرار مرتبات اي جهة بات قوة حيتم اقرارها لكن موضفين الشامعات لانه هما شريحة متعلمة شريحة تحب عملها شريحة تثنى داخل الشامعات ودكتور سعد المريبي انا كنت واحد من المهندسين اللي كنت منتعف عالمعمل لما هو لما هو كان بيجي بيات المعارضة بتاعه كان احنا موتينا الصفق وير موتيك كل شغلنا موتينا موتينا موتيشن عندنا من سيمولايشن ولا سيموليتر يبيش تشاهزونا ويلك هل تشاهد لكن عفو السلمية ما المطلوب من السيد سعد المريبي الآن سيد عصاب نعم ما المطلوب من الدكتور سعد المريبي أولا حاجة دكتور سعد المريبي انتجوه لإعادة نظر في قانون رقمتين هذا ولوه والتريت في طرحه إلى الآن لأن هذا القانون حيكون قانون جدري داخل الجامعات حيسبب مشكلة بالنسبة القانون رقمتين ل 2018 كما في بعض القواد واذكرنا هذا لكبل يتم اعتماد القانون في شهر 8 وإلى الآن يتم الالتفاة إليها يتعاملوا ببيروسراطية إذارية يتعاملوا ببرجة عاجية يتعاملوا بأنهم باستيعار في ليبيا كيف أشياء حني ما نعرفوش ليبيا كل من يحمل كلمة مثال هو الذي يشير هو الذي يخطط هو الذي ينفذ ولكن الموظف المصري أو المواطن الكادح لا يعرفوا شيء ولا يقفوا شيء في ليبيا وهم بهم الوطنيون ولحنو غير الوطنيون لأننا نحنين كلما نتلموا نطلع أنت غير وطني نطلع أنت إذا حيصنوا فوق لأي طريق يبقوا هما نعم وصوف تضربوا يوم 13 هذا أمر مفيش رجعة عليه أستاذ نبيل نحن معاش عندنا رجعة لأننا خط الرجعة أقولك يا أستاذ نبيل نبدأنا في شهر 12 ها تكلمنا في 13 في سنة 2016 كان هناك اعتصامات الجانعات في منطقة الشرقية وإنسان يمرك في الجانع في 2016 كانت هناك اجتباع في جامعة عمر المختاء وجامعة حمد أسفنوزي وجامعة الطبرق وجامعة منغازي أعتصبه جامعة تجدابي أعتصبه ولم يتم كلبه ما يطلبه ولكن في الوقت الذي أوقفت فيه مزارة المالية علاوة علاوة الإضافة لحصة لحصة تدريسية لأعضاء تدريس طعمت ميزانية ولم تقعد وتم تمرينها يجيني السيد وزير المالية بلحظة ما يوقف إضافة على الشميع الموظفين ويقولك لا الميزانية لا تسمح الميزانية لا تسمح وصيرها السجارة لحضرتها الميزانية لا تسمح لأنه كده توتي أه الجهز معمال في الميزانية لا تسمح يرفع كفاءة الموظفين لا شيء تبقى تبقى عاملة معاهم لأنه عامل قضايا تدريس يا سيد تابير يا سيد تابير اللي بقولك حاليا الجامعات تغلي جميع الجامعات هني عندي تراية هني مرة لجميع الجامعات ممكن دكتور سعد جيتا في شهر 2017 بخصوص بخصوص تعديه لبعض الموحد في قانون رقم الكني سنتر في 2016 قبل كم صدورة ولكن من خالف بنينا بالعكس عاملة قانون يخص أخطال ويخص وضوه يتدريس كذا ليس وجود الموظف بقى في حالك عاد موجود الموظف في ده فاليدنا بالموظف واليدنا طيب واضح دكتور سعد دكتور سعد 60 ألف احني هذا موظف علي مستوى الوطن علي مستوى الوطن علي مستوى الهم الليبية بقى احني احني عبق علي كاهل الميزانية الليبية دكتور سعد نعم الصوف ما كانش وضعي بالنسبة للسادة عصام يعني 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 كان السيد عصام أنا مش مش حاول ننقل وعيد الكلام اللي قاله ولكن كان في أبرز ما قاله بأن يعني مسألة الوقت هذه يعني شيء قالوا بأنهم لن يتراجعوا عن الأضراب سوف يضربوا مسألة البيروقراطية الإدارية يعني وإن لقلك يعني حيني اليوم وكتلني بكرة وإلى آخره يعني بمعنى أن هذه الاجتماعات يطلبوا بسرعة تنفيذها فورا سيد عصام وخصوصا أن يعني أنتم وهم حتى كانوا يحكوا على مسألة أن أنتم الاجتماع اللي صار بينكم وبينهم وكان في حديث عن لقاء وزير التعليم في حكومة الوفاق اللي على الأقل تنفيذ القرارات الموجودة بعدين نحن نحكو على على إصدار قرارات وعلاوات وزيادات أخرى ممكن تتناسب مع الوقت الراهن ولكن على الأقل تنفيذ اللي اللي موجود فيعني ماذا تقول عنهم يعني هما أصروا أنهم لن يتراجعوا عن الأضراب ولن يتريتوا بعد الدعوات اللي انت ذكرتها قولنا مع كرام جامعات سبق أنا حكينا عليه وشرحناه والاستاذ عصام عندنا علم بهذا الموضوع هذا واجتماعك معهم في لزر التعليم بهذه التدرق ووضحنا لها من الكافية الكاملة بأن هذا القانون يشمل خصة عضوة التدريس والطالب في الحالة هذه ومع هذا بينت لأن هناك ثلاثة مواد موجودة في قانون الجامعات تخدم الموضوع من حيث الغيادة للمرتبات ليه ومن حيث أنه يتمتع بالمهنة بحيث أنه يتتابع وتزيد من كيمة الموضوع ومن حقها البعثات الزحفية والخارجية تضمنها وهذا الموضوع في القانون الجامعات تخص الموضوع بالدادة وهذا قد في نعم لكن اسمح لي دكتور لكن هم يرون بأن هذا كلام رغم يعني هم مش حيام مش حيام لا يعترضون عليه ولكن يرون بأن كلام نفس طويل وهم مش مستعدين للانتظار أكثر من ذلك خصوصا وأنه يعني قرارات موجودة في السابق وغيرها من الأمور وهم خلاص يعني خرجوا للعلن واتفقوا مع بعض من البعض داروا وقفات احتجاجية وفيه إضراب محدد التاريخ بشكل واضح عند الجميع واضح أن المرحلة وصلت إلى مستوى آخر من الاحتجاج معاش أصبحنا اليوم نتكلم عن اجتماعات تحصل بينكم وبينهم ودعوات للتريث وإلى آخره هم صعدوا من الموقف يعني هل فيه شيء قد يتخذ بشكل مستعجل من قبلكم أنتم كلجنة تعليم ولا لا هذا هي النقطة اللي ممكن يحبوا يعرفوها تواه وإحنا يا أستاذ نبيل زي ما حكينا سابقا من حقهم كان نوض فيه الجامعات لزيارة مرتباتهم والتامين الصحي لا اعتراض على ذلك الشيء الوحيد اللي هو احنا يقولنا احنا نشتغل في دولة ولا نشتغل في شركة خاصة اليوم نحضر قرار خلال فيه ونقف انت عندك دولة تشتغل الحسابة وهذا تشتغل بقوانين وقرارات موجودة اللي موجود عندنا في مجلس النوابي لحد الآن هذا مش موجود ان احنا نجد الموضف المرتب الموضف وهنا لجنة التعليم في فكرة تلك التعليم مش موجودة لحد الآن لكن هذا لا يعني ان احنا ضد مطالبهم احنا اللي بنقول في الجنسات الجاية ان شاء الله انت عارفو انت مجلس النوابي حتى كل شهر معاشي انت ما روحته هاد المشكلة هاد المشكلة اللي كانوا يحكوا فيها حتى هم الموظفين نعم 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 مع هذا احنا عنا قانون انت عن نقابات والروابط المهنية معروب توليحته وشهرين مازالش ما تم اقراره وان شاء الله انت موه في الاسميح الجاية اذا في ذلك المشاكل السياسية حدثت ان يخلط احنا مجلس النواب منقص والجميع عارف هذا ومن صعوبة الاجتماع ومن صعوبة اتخاذ القرارات طالما قدم مطلبهم بزيادة المرتبات وتأميم الصحي احنا هذا بندافع عليهم ما نقولوش لا وانا اقرر في الحل سلم هذا حد قد موه في جدول الاعمال ونشوفه كيف يتم الشي الوحيد اللي انا بنقول عليه وفيش واحد يختلف ايه التاري انك انت احنا بنحل المشكلة كاملة لكل موضف الدول الليبية وليس شريحة معينة يسببينه الفلام من جميعا احنا نحاول نحن اشكال بهالطريقة هالي احنا انا شخصيا كلمة حتى الوزير وبتلى على سلسلنا كنت تشكل لزة فنية ولا فلام بيها او ثلاثة سابقية اللزة الفنية على جميع مستوالي بشين مهمتها الجدول الموجود بتاع المرتبات نعم لكن اسمح لي دكتور سعد يعني انتم من عام 2014 وانتم على رأس سلطة تشريعية كان امامكم اربع سنوات اذا كانت تروا ان هذا الموضوع مهم يجب ان يكون من اولويات فلماذا لم تلتفتوا لها في الاربع سنوات الماضية سلامك صحيح سدابيلي انا اربع سنوات هنا ولكن هذه النقاط لم يتطبق لها الا حوالي سنة هواش زيادة المرتبات للموظفين وعلى لم لم يعلم بها لازم التعليم غضون السنة سنة فاكت يعني بالكلام هذا اللي اوضع انا غيران مصار المعلمين الموظفين بيديروا النفس الشيء ليصار مع المعلمين بعدين بعد الموظفين مشاكلهم ان شاء الله تنحل يجيهم الموظفين شريحة ثانية احنا يقولوا هو يقولوا والله هذا عند مستل في اربع طاشر احنا كلجنة تعليم لم يصلنا هذا الكلام بإضافة بزيادة مرتبات الموظفين لخطاع التعليق لخطاع الجامعات وكان قدام الى حد الان مش موجود عندنا في سكرتيرية لكن لو ضربنا مثلا بقرار او بتشريع مجلس النواب بزيادة مرتبات وتحسين ظروف المعلمين على الاقل في المدارس بالتعليم الاساسي والثانوي يعني نحن رأينا كم اخذ من وقت وكم اخذ من احتجاجات كثيرة قطع الاتصال بالسيد سعد قطع الاتصال وهو سؤال نتركه معلقا في هذه القضية الى حين اشعار اخر سيد عصام عويدات اعطيك كلمة اخيرة اولا اعتدر ممكن لاني نيم مفعل شوية باضافة الوجود محاصل برد على صدري والدكتور سعد طبعا دكتوري وزميلي في نفس الكلية في نفس القسمة انا وياه ولكن اللي بنقولها راه مجلس النواب مقامش بدورها راه لجل التعليم مقامتش بدورها راه اللي بنقوله راه معلش ديوال محاسبة محول جدول مرتبات يا اخوي نبيت جدول جاهز زيها الجدول هذا بالتحديد بالدرجة الوظيفة الى اخره من وظيفة رئيس مجلس الدولة او رئيس الدولة الليبية الى اصغر موظف في الدرجة الوظيفية وليس في القدر ولكن الى الان لم يتم البدء يا سيد نبيت احنا عشنا مرين عندنا موظفين للأسف شديد ماتوا في المعامل الكيميائية ماتوا نتيجة اخطاء فردية ماتوا نتيجة اعمالهم الخطرة ماتوا 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 ما عش نقدر نهاد رزق سيد نبيت سيد نبيت اللي بنقوله الله غالب ان يوصلنا الى صدرة المنتهى ما عش نقدر نوخره حاليا لي بحاجة يقدمها للبلاد واني عارف تقول دكتور سعد بيقول كيف المهاند سيصار بيقول لكي لكن انتوا من اجبرتون على هذا شكرا لك سيد عصام عويدات وفي الحقيقة شكر موصول لكل من ظهر معنا في هذه الفقرة بذا مشاهدين الكرام وصلنا الى نهاية هذه الحلقة من برنامج اكثر شكرا على متابعتها والى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة